يا مساء الخيرات والنعيم عليك أياً كان مكانك في هذه الدنيا أياً كان دينك وأياً كان جنسك وأياً كانت جنسيتك وأهلاً بيك في هذا اللايف المحبب إلى قلبي لايف إطلاق دورة الثقة التامة عارف يا إحنا عاملين زي اللي كان هيولد فإحنا هنولد النهاردة فإحنا عادنا الأيام اللي فاتت كنا في مرحلة الطلق تمام يمكن هتلاقوني كده مجهد شوية قد تكون يعني لسه حمراء شوية يعني الأيام اللي فاتت كان اللومبا ما كناش بننام كويس يعني عشان نطلع الموضوع بأحلى ما يكون ويمكن خليني أول مرة كده أبدأ من القلب بشكر كل فريق العمل فرداً فرداً يعني من القلب ربنا رزقني وأنا يمكن باعتبرها بقول لهم كده أنتوا أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها من أنواع الرزق الرائع لفي الكون بداية بالجميلة الدكتورة رندا المبدعة اللي يعني عاملة تفاصيل وعندها أفكار بسم الله ومشاء الله من الحاجات المبدعة يعني وأشكر كل حد فريق المونتاج وفريق الجرافيك والفيديو وكل الشباب اللي اشتغلوا بحماس وبحب وكانوا عاملين يمكن عملنا رقم قياسي النهاردة من أول ما سجلنا الكورس لغاية ما طلع النهاردة ده رقم قياسي ما تعملش من يوم ما اشتغلت في الدقة والإتقان والإبداع والروح الجميلة والطاقة الحلوة فكل واحد منهم كان شغال من قلبه وكلهم دقتل يوم عاديهم مستنيين عشان يشوفوا اللحظة دي ويشوفوا التأثير بإذن الله اللي هيحصل عليكم بنتائج التطبيق بإذن الله والنفع اللي هيحصل في حياتكم فأنا من قلبي بشكرهم واحد واحد واحدة واحدة على كل الطاقة الجميلة دي رقم اتنين النهاردة هنتكلم عن بعض المعلومات وأنا عندي قاعدة كده بحب أقولها دايما وهتلاقي اللي متابعيني من زمان عارفها يعني القاعدة دي إن هيحضر اللايف هيستفيد كويس وهياخد معلومات رائعة فيه دو في حياته واللي هيشترك في الدورة هيستفيد أكتر بكتير فأنت مستفيد مستفيد مع أحمد عمارة مستفيد إن شاء الله ففي معلومات مهمة هنتكلم فيها النهاردة في اللايف وهنتكلم شوية تركات وحاجات كده عن المسابقات اللي عملناها احنا عملناها مسابقتين وكل مسابقة كنت قيلنا هختار منهم عدد بس يعني انتوا عارفين بحب دايما النفع فازوا وقت العدد أول مسابقة اخترت خمسة فازوا بالفعل وبعتنا لهم وبعتوا أرقامهم تاني مسابقة ولا واحد جاوب الجواب المفروض اللي هو إيه زي ما الكتاب بيقول ولكن فيه اتنين حاموا بنسبة كبيرة حوالين نعارف اللي بيعهم حوالين الإجابة يعني هو وعيها بس يعني فيه ترك كده هقوله ان شاء الله في الشرح هيسهل أكتر على اللي بيفهم أو اللي بيتابع في السؤال بتاع المقارنة يا طرح ان أقارن ولا مقارنش فاللي حاموا حوالين الإجابة اختارنا منهم اتنين هم نتواصلوا معنا وبعتوا أرقامهم وفينا السلسة مردوش فان شاء الله على ما يردوا بس بإذن الله يبقى كمان خمسة فازوا معنا بدورة الثقة التامة هدية وكالعادة بنعمل إيه بقى؟ دايما لما نطلق دورة جديدة بنستنى يومين الناس اللي اشتركت في اليومين دول بعد يومين بالزبط يعني بعد 48 ساعة من الاشتراك في الدورة قارن ضقيت لي خليناهم تلاتة طب خليناهم تلاتة خلاص بعد ثلاث تيام إن شاء الله بعد ثلاث تيام بإذن الله من اطلق دورة من النهاردة نطلقها إن شاء الله كمان دقائق فبعد ما نطلق الدورة لمدة ثلاث تيام اللي اشتركوا في الدورة دي هنعمل جيزة هنختار منهم خمس أشخاص إن شاء الله وهنطلع يوم خمسة أوجست عشان نعلن أساميهم الخمسة دول هياخدوا إيه بقى؟ هياخدوا يعني أكاونت مدى الحياة لأي كورس ينزل في الأكاديمية هيبقى هدية لهم بإذن الله وهيبقى معهم أي كورس هينزل مجانة من غير ما يدفعوا وهيبقى معهم مدى الحياة إن شاء الله فبإذن الله هتبقى هيبقى اللايف قوي هيكون مفيد جدا بإذن الله لكم وإن شاء الله هيكونوا هتكونوا مستفدين بإذن الرحمن الرحيم خلينا في الأول أقول لكم عن السؤال اللي احنا نزلناه أول مرة قبل ما نبدأ الحملة بتاعة الكورس الريش بتاع الطووس وعايز أقول لكم خليني أفتح أشوف إنستجرام احنا نزلنا البوست ده بتاع الريش كان من خمس تيام ولما قلت لكم تحسته بإيه لما شفته الريش ده وعايز أقول تعليقات جميلة في الحتة دي بس قبل ما أقول التعليقات عايز أضيف حاجة أو أقول لك حاجة خليها دايما أول استفادة كده في حياتك من اللايف ده كل إنسان ربنا لزقه بعين خلاص كده العين هي بتستخدم أو بتشتغل بحاسة أو بفعل اسمه النظر هي بتنظر وتوجه اتجاه الانتباه عشان يدخل داتها فهي زي كاميراة الفيديو بالزبط في عملية بتتم في العقل بقى اللي هي عملية البصر فليس كل من ينظر يبصر ممكن حد يكون بيكلمك كده ولكنه سرحان فهو ينظر إليك ولا يبصر معايا طالعوا هم يدرون لك هم لا يبصرون فهو بيبص عليك بس هو مش مش شايف حاجة مش مش معك أصلا مش هنا أساسا البصر في حتة تانية فعملية البصر دي هي العملية اللي بيبقى فيها داتا متسجلة من يوم ما تولدت إلى الآن في شكل فلاتر الفلاتر دي هي اللي بتحكم عملية البصر بتاعك عشان كده انت مش هتتحاسب في الآخرة على العين هتتحاسب على البصر خلي بالك يلا هرميها كده حتى تتبعوها كده ودوروا عراها إن من ضمن الحاجات اللي ربنا قال لنا الأسئلة الهاتية يوم القيامة في الآخر إن السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة طيب لو واحد ما بيشوفش ما عندوش بصر يعني ما عندوش سمعة واحد ما عندوش الحاسة اللي بتدخل الصوت اللي احنا بنسميها السمعة دلوقتي مش هيتحاسب يعني فالسمعة والبصر كل البشر اللي موجودين على الأرض عندهم هذه الحاسة حتى لو ما عندوش عين حتى لو ما بيشوفش ليه بقول الكلام ده وده مهم جدا عشان تعرف إن أهم الحاجات اللي بتدرب الثقة عند أي إنسان هو البصر واللي تحط فيه جميل من يوم ما تولت ركز معي الفايل ده ما يخرجش إنه هو هينزل على اليوتيوب مجاني أو موجود لايف مجاني لأن فيه معلومات أنا ناوي أقولها في اللايف ومش هقولها في الدورة لأن أنا في الدورة بدي له معلومات كتير جدا 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 وحاجات قوية وعملي كتير ست أسابيع كاملة من العمل معايا وبالتالي اللي هيشوف منهم بقى اللايف هيكون بيستفيد كمان استفادة زيادة على اللي موجود في الدورة إن شاء الله فعملية البصر دي هي اللي بيتسجل فيها كل اللي أنت تولت كل اللي تحط في فعالك من يوم ما تولت زي فلاتر 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 كتير فأنت بتنظر إلى شيء توم الفلاتر شغالة في البصر وتبدأ تخليك تبني تسلوكياتك وتصوراتك ومشاعرك وإدراكك بناء على هذا البصر خلاص لو أنا النهاردة جايب لحد ورقة بيضة فهي لو جبت كاميرا كاميرا هي وصورت الورقة هتطلع بيضة في الكاميرا لكن لو جبت عشر أشخاص ده مثال مادي وضح لك اللي عايز أقوله بعد شوي لو جبت عشر أشخاص وحطيت ورقة بيضة قدامهم أم واحد قيل لي دي ورقة خضرة أم واحد قيل تاني دي ورقة صفرة حد قال دي ورقة سودة حد قال دي ورقة برتقالي أنا كمتخصص في علم النفس سأدرك لو جبنا مثال احنا بنتكلم على مادة فاعتبرني متخصص في الطب معايا في العين يعني فالمتخصص في العين هيدرك أن فيه مشكلة في الشبكية عنده وبالتالي بتدخل ألوان معينة وألوان لأ فهو شايف الأبيض أصفر فيقدر يحدد البرد اللي عنده من اللون اللي هو شايفه لو قلنا من غير طب واحد حطت حاجاتها على عينيه هتفهم أنه لابس نضارة لونها إيه من غير ما تبص عليه لأنك سمعت هو شايف إيه فبالتالي اللي شاف الورقة البيضة سودة هتعرف أنه لابس نضارة سودة واللي شاف الورقة البيضة صفرة هتعرف أنه لابس نضارة صفرة فاللي أنت شايفه بيبين أنت لابس إيه ولو خدناها من طب العيون اللي أنت شايفه بيبين للدكتور أنت عندك مشكلة في الشبكية عاملة إزاي في علم النفس بقى اللي أنت شايفه بيبين لمتخصص علم النفس إيه الحاجات اللي عندك بتديله تشخيص كده سريع على الموضوع ده يمكن أشهر تطبيق أو أشهر اختبار في علم النفس اسم رورشارخ اختبار رورشارخ بيدي رسومات ملهاش معاني وكل واحد بيبدأ يقول هو شايف إيه عشان المتخصص في علم النفس يقدر يدرك الشخص ده مر بإيه ويديله كده أو مؤشرات قوية لما يجول بداخله فأنتوا كنتوا يعني كشفين لشخصياتكم في التعليقات اللي حصلت في الصورة بتاعت الريش أول ما طلعت كده فخليني أقول كده أشهر التعليقات اللي طلعت اللي جات من الناس عشان فيه التعليقات ملهمة قوي وبتبين حاجات كتير من ضمن الحاجات اللي مثلا حتى قام قايل إيه حصيت شعور بالجمال والفخامة حصيت شعور بالجمال والفخامة فكده هو عنده حالة من النقاء السلام خلته يدرك شيء جميل بيلفت انتباهه دايماً طول الوقت الحاجات المميزة الحاجات الجميلة الحاجات المريحة بيحب الجمال بيتأمل في الطبيعة كتير وبالتالي بمجرد ما شاف الصورة أدرك اللي هو متعود يعمله بقى له فترة في مثال تاني حد كاتب حسيت بإتقان وإبداع وجمال الصانع لهذه التفاصيل فتعرف انه دايماً طول الوقت في حياته جزء كبير هو مخصصه لربنا خليباك انت ده مش تشخيص مية في المية بس هو انديكيتور بيبين بالإضافة لحاجات تانية كتير انه هو دايماً لما يشوف حاجة حلوة تلاقيه راح متذكر ربنا بيشكر ربنا فدايماً عنده الربط بإله الكون الله رب العالمين عنده كتير في يومه فتلاقيه أوتوماتيك لما شاف المنظر ارتبط أوتوماتيك وقام عليه ان البصر عنده متعود يعمل كده بصورة كبيرة في من ضمن الحاجات اللي جات كمان خليني كده بسم الله هو في حاجات فاكرها ولكن آه حد كاتب أول الناس ما تشوفني وتحكم علي وكل عيونها علي وأنا كيف أتصرف معهم حسب اختلاف الوعي أو ما شابه ان فيه ناس فسرت وده كانت عليقات كتير قوي ناس فسرت ان اللي طالع في الريش ده كانه عيون بتبص علي فده بيبين قد انه هو معظم الوقت مراعي الناس خايف من تحليلاتهم خايف من تقييمهم ونسبت من وجهة نظري ان هو عنده جزء من الرهاب الاجتماعي ده مؤشن ممكن يكون عنده عالي لان هو شاغل دماغه كتير ممكن يشوفوني ايه ممكن يقيموني ازاي فيه برضو بعض التعليقات اللي قالت او اللي كتبت بسم الله بسم الله انا شفت كأنها كائنات روحانية من بعد اخر وكتير جميلة وعندها اجندة فمن وجهة نظري الشخص اللي كاتب التعليق ده واضح انه هو بيتأمل ودايما بينظر في الكون وبينظر بابعاد مختلفة ما بيبصش للكون من الجانب الظاهري بس او من الجانب السطحي بس لا بيدرك ما وراي الاشياء وبيدرك بابعاد مختلفة فبدأت تكون عنده مناظير مختلفة ادت له ثراء في الصورة اللي هو شايفها برضو حد كتب هو حسيت شكل العيون خوفني لكن الريش حسسني بهدوء وانسيابية فده تعرف انه هو اللي اتنين موجودين عنده معظم الوقت دايما الناس اللي ترقبني او مش عايز حد يبص علي او مدي انتباه او اهتمام كتير لاراء الناس وفي نفس الوقت عنده جانب تاني بيخليها استمتع بالطبيعة يعيش في سلام فالاتنين حضرين في نفس التعليق تعرف ان هم الاتنين حضرين في حياته معظم الوقت في حد كاتب حسيت بذهول وزغللة في عيوني وان فيه شيء غريب ده لازم تروحي الدكتور بعيون لا بازر فانتبهوا كده لما العقل اول ما يطلع له صورة يطلع حاجة تخوف تعرف ان المخاوف عندك المدفونة كتير قوي طالما انا عيني زغللت لان المنظر لما تشاف ما الحقش عقلي طلع معنى واول ما طلع حاجة خوفتني معناها ان انا لو حد خضني الرعب بيقع علي قوي 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 ومعناها ان انا عندي تراكمات كتير في حياتي من الخوف فده لازم ابدأ ادرك الموضوع ده وانتبه في حد داني كاتب حسيت بالغرور لان الطووس مغرور انتبه بقى رمز الغرور انتبهوا بقى هنا هقف عندها شوية هنا سأسكت قليلا الانسان او خلينا اتكلم عن الطووس هو الطووس ينفع يكون مغرور الغرور اصلا صفة او الكبر صفة من الصفات اللي بيحصل بعدها حساب وعقاب فهي صفة موجودة فينا كبشر من وجهة نظري لا يوجد حيوان على وجه الارض من جوا نظرة غرور وتعالي على حيوان زيه الخاصية دي موجودة عندنا وموجودة في الجان والانس وعلى رأس الجان كان ابلس والشياطين بقى شياطين الجن وشياطين الانس اللي هما لم يطوروا او يزكوا نفسهم بالوعي عشان يبقوا وعيين لهذه المرحلة فما فيش حاجة اسمها طاووس مغرور فاللي بص على الطاووس اول مرة ان الفكرة دي موجودة حتى من زمان مش حتى حديثة فاللي بص على الطاووس اول مرة لقى بينفش ريشه كده واقف فأما فسر بالبصر اللي عنده بالمنظور اللي عنده ان هو كده بيتغر حتى بتتألف العامية ده نافش ريشه على ايه مع ان هو جميل وانا بوريكو الجمال ايه المشكلة عشان كده بعض الناس اللي للأسف عندهم مشكلة في الثقة بالمناسبة من سمات الشخص اللي عنده مشكلة في الثقة ان هو يسارع بالحكم على الاخرين حكما سلبيا حلو كده فتلاقيه حافظ مثلا اللي يقول انا كتير يبقى مغرور عنده وعنده كبر مين قال كده ما هي انا دي على حسب السياق يعني لو انا النهاردة مثلا هعمل مقالة عايز اشرح فيها عن صفاتي هي المقالة كده خلاص هكتب توكيدات عن حاجات ايجابية انا عاوزة تبناها في حياتي هتلاقي المقالة خمسين سطر والخمسين سطر كلهم انا يجي حد من بره يبص انا زكي انا لماح ايه يا عام الغرور ده مين قالك كده ما انت تبص الموضوع ماشي ازاي حتى بعض الناس للأسف في تراثنا بدأوا يرفضوا حتى كلمة انا قلفوا كذبة سموها اعوذوا بالله من كلمة انا لأ عشان كده بقول لهم مفيش حاجة يسمعها كلمة انا ككلمة وكأداب تستخدم ما فيهاش مشكلة المشكلة في الكبر فبدل ما تقول اعوذوا بالله من كلمة انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى قال نفسه الله سبحانه قال انا انا ربكم الاعلى ايا ربي فرعون قالها انني انا الله معايا فانا لما ربنا قالها ده مسموش كبر انا النبي ولا كذب انا بدعابنا المطالب فانا هو ما قالش اعوذوا بالله من كلمة انا انا هنا بيوصف نفسه انا النبي ولا كذب بيوصف الحالة دي مش كبر لما كان سيدنا محمد قعد مع الصحابة أيكم زارة مريضا اليوم أما باكر صديق قال أنا أيكم تصدق اليوم أنا أنا كل مرة قال أنا وما حدش قال أعوذ بالله من الكبر أو من كلمة أنا فأنا هنا مش كبر أنا إقرار أنا ببين لما فرعون بقى قال أنا ربكم الأعلى هنا أنا دي كبر يبقى أنا ممكن تتقال عادي ممكن تتقال كبر المشكلة بقى في النضارة اللي يقوم معمم ويشوف أنا معناها كبر فلما تشوف الصورة وتشوف وتشوف الواقع اللي بيحصل والواقع اللي بيحصل فحياتك تشوف الفلتر اللي بيخليك تقول الجملة دي فاللي وافق لما يشوف الطاووس بيفرد ريشو هيتذكر الآية لما سيدنا يوسف أم آيل كده اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أظن النهاردة لو حد طلع ومقايل إني حفيظ عليم يا ربي دا مغرور دا بيتكبر وما صدقوا بقى حبايبنا اللي ممكن يكونوا بيقفوا على الوحدة أو الثقة عندهم فيها مشكلة فدا متغر دا مغرور أنت مش مدرك الآية مش مدرك الصورة فانتبه عشان الحتة دي مهمة من اللي بتكتبه أو اللي انت شفته دا بيبين أو عيون تنظر إلي أعين تراقب كارتون بيضحك شوف بقى هتبدأ تدرك أنت بقى بص أنت كتبت علي إيه يعني فيه عندي يهوفل على الكومنت دا عندي ألفين فرح فين بسم الله ألفين سبعمائة وستين تعليق فإبدأ بص شوف 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 التعليق اللي انت كتبته وابدأ كده استنبت ورائي إيه اللي حطي لك الفيلتر دا إيه اللي حطي لك الندارة دي تقدر تبان عشان كده قالوها زمان كله إناء بما فيه ينضحه أي حط دارس علم نفسه وأساسيات علم النفس يبان لك اللي بيشتم كتير اللي بيأذي كتير اللي بيغتاب كتير اللي بيقف الناس على الوحدة اللي قاعد ماسك لهم وعمل حكم عليهم بان إن الثقة عنده مضروبة دا من العلامات عدم الثقة يمكن في الدورة أنا متكلم عن أربعين سبب من أسباب أو من سمات الشخص غير الواثق أربعين ومتكلم فيهم باستفادة إنهم أول ما في بعض الناس عندهم السمادي وعايشين بيها وملخبطة حياتهم ومش مدركين إيه المشكلة؟ مش مدركين إن دا بسعب عدم الثقة وبالمناسبة الاستحقاق ركزوا في دقة المعلومة اللي هقولها لما حد بياخد دورات أو بياخد كورسات أو بيقرأ كتب ويقعد يطبق ويلاقي النتائج مش زي ما هو عايز ويلاقي ناس تانية عملة تنجح وعملة تطبق أسرع تأكد مليون في المية إن الأمبريلا أو المظلة الرئيسية لده هي مظلة الاستحقاق حلو كده؟ من علامات الاستحقاق بها أو من أساسيات الاستحقاق إن انت تكون مدرك إنك قادر وإن الثقة عندك تبقى على حالتها فأول شرط من شروط الاستحقاق هو الثقة حلو كده؟ عشان كده وركزوا معايا في دقة اللي هقوله اللي دخل على كورس اللي استحقاق نفسه والثقة عنده في مشكلة هتبقى الاستفادة وليلة جدا 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 أنتم عارفين يمكن في دراسات كتير بتتكلم على موضوع التحصيل الدراسي والقدرة الاستيعابية وعلاقتها بالثقة كل ما الثقة بقت أعلى وفي أعلى حالتها كل ما التحصيل الدراسي بها أعلى والثقة بها أعلى ركزوا هقول حاجة مهمة الواثق هو اللي دخل على قناة أحمد عمرو على اليوتيوب ولقى فايلات فيديو مجانية وطبقها واستفاد منها قدامه ايه؟ واستفاد منها ولما استفاد منها قدر يعمل فلوس فيشتري الحاجات المدفوعة غير الواثق هيبقى الحاجات المجانية قدامه وموجودة عنده بكثرة وهو لا يطبق لأن التطبيق عنده في مشكلة أن الثقة عنده أصلا فيها مشكلة عشان كده بقوله لأ انت طبق الأول ولما تبدأ تنجحت على لي خد الكورسات المدفوعة كده تضمن أنك بدأت تستفيد لما حد يقول لي ما تعمل الكورس مجاني ما تعمل كذا انت ليه لغيت التخفيض سعب برميله من الكلمة دي وانا عارف انه بيزعله بس انا باعتبرها أرصت ودن كده من حد محب عشان يفوق واقول له اللي ما يعرفش يحط خطة عشان يجمع مبلغ اول كورس من كورسات الأكاديمية هيحط خطة ازاي وينجح ازاي انه يخلي حياته جنة فإذا انت ما انفعتش في ده فانت بندي لي إشارة ان الأكبر منها مش سعف تعملها انجح في دي الأول حتى هتلاقي نفسك عندك حماس وعندك طاقة الثقة بتبقى عالية ساعتها بتقدر فكلما الإنسان بقى يعني شايف ان نتائج التطبيق عنده ما بتديش اللي هو عايزه اعرف ان مشكلة في الثقة فلما تسمع الاربعين سما بقى باستفادة فيه ناس اللي بقى عادة فعشان كده بقولهم ايه ما تتخضش بحكي قصة كده حصلتنا زمان أيام بقى الكمبيوترات زمان والفيروسات اللي كان بتطلع كل شوية والكلام ده بسم الله فبقول ايه لما كان الكمبيوتر يبقى تقيل ومش عارف اشغاله او عمل اجرى فتقيل معادش سريع زي الأول ونزل ما كانش يسا فيه بقى نت بالمنظر ده وكننا بتتصل بقى بالمود بقى وإيه لو تفتكروا لقى الجيال الجميلة بتاعتنا فالانتي فيروس اللي عندنا كنا بنجيبه وبتغير كل سنة ما فيش قب ديبقى كل شوية وانت مش كناك تتعنيدت والكلام ده فكنا نعمل سكان لما ما كنتش هلاقي فيروسات كنت بتدايق ليه معنى كده ان الكمبيوتر هيفضل تقيل لكن لما كنت بعمل سكان ويطلع لي خمسمائة ستمائة فايل الفين تلات تلاف فايل فيروسات بتبسط ليه معناها انسان همه خمسمائة ولا الف ولا الفين معناها ان انا بدأت احط ايدي على المشكلة والانتي فيروس عرفها وشخصها فهيبدأ يطلعها بمنتهى سهولة وفعلا ده اللي بيحصل والجهاز بيقى سريع فلما تلاقي السمات دي ما تتخضش واللوحظين معناك والصب بقولهم القصة دي في الاول عشرين وعارفينها لما تلاقي السمات اكتر السمات موجودة عندك غير الوافق بيتخض غير الوافق بيزعل بيتصدم لانه هو اي حاجة بياخدها على نفسه كتأنيب كلوم كاحتقار كتقليل فده اللي بيخليه قل ويتعب ويتوجع زي بظلط لما بنزل مثلا حاجات على الانترنت بتكلم فيها عن مناقشات فكرية عميقة تختلف مع الموروث الديني والكلام ده غير الوافق يتشك ويتخض ويترجرج ويحس انها ديني هيضيع ده انت غير واثق اصلا اصلا شكل الاساس الديني عندك فيه مشكلة فالمشكلة عندك مش عند اللي بيتكلم الوافق بيسمع ويفكر ويحلل ويقول لا ده كلام مش مظبوط لا لانه هو واثق او ده كلام مظبوط ده واثق مش مهم يتبنى اللي بيترج من جوه ويتخض من جوه ده الثقة عنده فيها مشكلة طب تخيل بقى حد اتكلم وقالك ده انا اترجيت ولما سمعت الفيديو فكرت انتحر نعم اي حد درس الف به تهي علم النفس يعرف انه عنده خلل اصلا مشكلة مش مشكلة في الثقة بقى ده مشكلة الثقة متفاقمة جدا 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 جايبها اقصى درجة اكبر اسباب الاكتئاب والانتحار في علم النفس وعدم الثقة وبالتالي بدأ ما يلوم على الشخص المشكلة عندك شوف الثقة ايه المشكلة اللي فيها شوف الخلل عندك في الثقة اللي خلاك تترج شوف الخلل في معلوماتك الدينية وعلاقتك بربنا مش في اللي بيناقش معلومات على كده بقى لو شفت حد بقى من اللي بيلحد ولا بيكفر بالله توم انت كبير مرجوك لا في خطأ هنا في مشكلة هم اللي ربنا قال لللي فاهم صح وجادلهم بالله هي احسن هيجادل الناس ممكن يكونوا مش على دينه هيبقى مرجوك كده ومخدود لا طبعا فاللي بيترج ويخض ويشك وكلام ده عنده مشكلة في الثقة فلازم يبني الثقة الاولا ويبدأ يشتغل عليها لان هي اللي بتدي الاساس الصلب اللي بيخليك تسمع افكار لان دلوقتي انا بعتبر من وجهة نظري ان موضوع الثقة ده هو اهم شيء واهم سلاح يبقى في ايد اي انسان دلوقتي واجب كل ام وكل اب يغرسوا لان اللي حاصل اللي يومين دول في الاعلام والتلفزيون والافلام والمخططات الدنيئة اللي بتتعمل بصورة قذرة لضرب اساسيات في الاخلاقيات واساسيات في الدين واساسيات في الارتباط بربنا سبحانه وتعالى بخالق الكون دائما وقلوه سبحانه وتعالى ان شاء الله هشيلها من من العادات ربنا سبحانه فاللي مش عنده الثقة والاساس واضح صلب عمره ما هيعرف يواجه الزمن اللي احنا جايين فيه لان الموضوع بقى مفتوح اكتر بكتير وما عادش اي حد يقدر يعمل كنترول ولا المنع هينفع ولا تاخد منه مبيلات هينفع ولا هتشيل منه اي حاجة هينفع لازم تأسسه يبقى واثق الاساس صلب ويبقى عايش بقوة كده يا جبل ما يهزك ريح وبالتالي يبدأ ينطلق ويبدأ يعمل وبالتالي ان انا صدو وبالتالي ثانية واحدة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب وبالتالي يبقى عنده الثقة اساس قوي يقدر يحميه من اي خطأ او من اي مشكلة ممكن يقابلها في المجتمع ايا كانت طيب ركزوا معاي كده حد بيسأل من الاسئلة اللي جاي على من الشباب سألوها هي الثقة في القرآن هي الايمان لا ولكن الايمان نقدر نقول بند قوي من بنود الثقة يعني خليني اقول لكم تشويق كده مش هنعمل اضرب في الموروث بقى الغلط موروث بتاعنا فيه موروث جميل وموروث فيه سلبيات او اخطاء فنتلاقي دايما بضرب في الحاجات اللي ممكن تكون غلط واللي انا شوفتها بتأثر سلبا في حياة الناس فخليني اضرب في موروث علم النفس الجميل بقى لان فيه حاجات ايجابية وفيه حاجات سلبية برضو لانه مأخذ للأسف من علماء ممكن يكون فيهم ناس ما عندهمش معلومات حتى دينية تأسيسها صح فكلمة الثقة بالنفس هسألك فيها سؤال حلو هو مين هو مين بيدي ثقة لمين أنا اللي هاثق بالنفس يعني أنا هاخد الثقة من النفس هعملت صوتهم shiks شوفت تحس ان كده في فيكتاب موسيقية أنا اللي هاخد الثقة من النفس ولا النفس هتاخد الثقة مني فكر مين اللي بيدي ثقة لمن فأي إنسان بيسعى لأنه ياخد الثقة من النفس تأكد أنه بياخد رتوش وبياخد قشور لأن النفس أصلا هي محتاجة قوة أعلى تدي لها الثقة قوة أكبر تدي لها الثقة مش هي اللي تدي الثقة خلي بالك هديكم كده تشوئة تانية انتبه لو أنا قلت قميصي يبقى أنا القميص لا قميصي ساعتي يبقى أنا الساعة سيارتي يبقى أنا السيارة طيب أنا بكلمك موبايلك يبقى أنت الموبايل لا فموبايلي فأنا حاجة والموبايل حاجة تانية فنفسي أنا حاجة والنفس حاجة تانية ناس كتير في الحياة الحتة دي أصلا مش واضحة وده بيخل الثقة بيضربها أساسا عايزة أقولكو والله ممكن يكون فيه تسعين في المية من ناس على الأرض فاكر انه هو هو النفس يعني أنا والنفس واحد دي مسيما سودة ده مشكلة كبيرة يعني ده أساس لخبطة في حياته فازاي هيبقى عنده ثقة أصلا وهو شايف الاتنين واحد زي لما قولنا في قوة كلمة التفكير إن فيه ناس كتير في الحياة عايشين فاكر إن أنا فكرتي أنا رأيي الأباء والأمهات اللي بيتنرفزوا لو الإبن ما خدش برأيهم هو بيكون بينفعل لأنه بيعتبر الإبن ما احترموش لأنه ما خدش برأيه لأنه هو شايف إنها الرأي فدي مشكلة فاللي يرى إن أنا النفس دي مشكلة كبيرة وبالتالي ده بيعمل خلل كبير فحياته بيخلي الموضوع يبقى فيه رجة فالأساس الصلب جوه ما هواش صلب وإنما هاش وبتخلي الشخص بقى الآن خايف خايف من كلام الناس خايف من نظراتهم خايف أقدم مش قادر تحمل مسئولية وفيه بعض الناس لأسف ممكن يكون ما تجوزش أو ما عملش بيزنس أو ما عملش مشروع كبير أو كان قدامه فرصة رائعة ولأنه خايف يتحمل مسئولية المشكلة الثقة عنده فيها مشكلة فدي من علامات فأنا مهم أكون مدرك إن النفس أمانة معايا من ربي والنفس ربي أمرني أن أزكيها يبقى زي هذا النفس يا راجل يا متعلمين يا بتوع المدارس فعشان كده اللخبطة دي هي اللي بتخلي الموضوع يبدأ فيه يبقى فيه مشكلة كبيرة طيب خلينا أقول حاجة همان أو بعض الأسئلة ناخدها من الناس اللي بعتوا أسئلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فيه سؤال برضو حد سأل كده إزاي أقدر يبقى عندي ثقة أنا بس بقول من ذاكرتي لغاية ما أطلع الأسئلة إزاي يبقى عندي ثقة وأنا شكلي مش حلو فأنا هديكوا تمرين قوي جدا 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 وبسيط في نفس الوقت والتمرين ده مش في دورة الثقة يال خلاص التمرين ده اللي عنده مشكلة في شكله أو عنده مشكلة في عدم قبول لجسمه أو أين كان لو عملوا بقوة بإذن الله هيعمل تأثير كبير في الحتة دي هو كده عارف أنت البناء راح مزبط الشباك الثقة حاجة كبيرة الثقة لها بناء بنيان وحاجة بتتبني خلي بالكم من أكتر الحاجات اللي بتخلي ناس ياخدوا كرسات كتير عن الثقة أنا يمكن شفت كتب كتير قوي عن الثقة والله بلا مبالغة أكتر من حاجة وستين كتاب عربي وإنجليزي ودورات موجودة في كل حتة ممكن أقول بقى ريحية إن 90% اللي بيكلموا عن الثقة بيتكلموا عن أشياء يعني آه يا قوية بس في حاجات تانية أساسية جدا غيبة فالبناء مش مكتمل فبياخد الثقة في حتة وحتة بتقع فبياخد شق أو جانب معين وتلاقي لسه عنده مضروبة في مكان ما وفي حتة معينة ممكن يظهر بشكل واثق بس هو في العمق في حتة مضروبة من علامات عدم الثقة إن انت لو قاعد لوحدك في البيت وحد بيتكلم عليك سلبي تبقى عمال متدايق وبتغلي بمقدار ضيقك تقدر تحدد مقدار ضعف الثقة عندك دي حاجة انت لوحدك اللي هتعرفها حتى لو بينت قدام كل الناس إن انت مش فارق معاك انت اللي هتعرف ده ترمومتر بتاعك انت فبمقدار الضيق تقدر تعرف لما تلاقي حد ناجح بمقدار الضيق اللي بيحصل عندك تعرف الثقة مضروبة قد ايه فكل ما تكون الثقة مضروبة عندك أو قليلة تعرف ان الضيق لما تشوف حد ناجح أو حد أحلى منك شكلاً أو مالاً أو علاقاتاً أو منصباً كل ده انت أدرى بكلمك انت ما تقيمش حد تاني كل ما تلاقي المعايير دي جوه بتحصل تعرف ان الثقة عندك فيها مشكلة وبالتالي إذا الثقة والله حتى في ناس بياخد كورسات كتير وتلاقي دي لسا عندهم فإذا الثقة ما تزبطتش صح وما تبنتش على أساس صح عمر ده ما هيبدأ يتلاش فلما تاخده إن شاء الله يمكن أنا يعني هقولها كده من قلبي بقى ريحية بإذن الله مش هتلاقي كورسة عن الثقة يضع لك الأساس صح أساس حقيقي يبني الثقة كبناء زي ما بتبني الجسد بيروي الثقة زي ما بتروي الزرع وبالتالي تطلع لوحدها حتى لو ما أعدتش تعمل تمرين مع بقاءك في وضع هذه الأساسيات يوم بعد يوم هتنمو لوحدها وهتطلع بقوة مش هتلاقي كورسة بإذن الرحمن لغاية اليوم ده النهاردة هو 1 أغسط 2023 بالقوة دي ولا بالأساس ده مش لأنها اللي عملوا ولكن دي حاجة كلمة سأسأل عنها إن شاء الله قدام ربنا يوم القيامة واللي هيحضر الكورس هيودرك ده واللي خد كورسات عن الثقة أو أرى كتب على الثقة هيودرك لما يشوف الدورة بإذن الله وبالتالي التركيز كان بتاعي في الدورة على الأساس عشان كده أنا أعمل خمس أعمدة رئيسية لو عمود واحد منهم ناقص الثقة هيكون فيها مشكلة مش هقولها تروح ولكن هتبقى أقول 70% لو عمود لو 60% لو نزل عمود تاني 50% لو عمود ثالث أو 40% فخمس أعمدة رئيسية ما ينفعش يبقى حد عنده ثقة تامة إلا ما يكون الأعمدة دي موجودة طيب نشوف أسئلة هو بسم الله هذه هي الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم متحمسة كل التوفيق متحمسة أنتظر بأحمس متحمسة كل التوفيق آه لأ ثانية واحدة فتحت أنا فايل غلط بسم الله خليني قبل موقع السئلة ممكن أنه لو سمعتش فيها السئلة تبعطيها الله خليك عشان أنا تعليقات كتيرة بعطيها الوصول بسم الله خليني أنا خلصت موضوع الرش فالريش كانت صورة استنضطنا منها الفكرة بتاعة اللوجو بتاعة الثقة وعايز أقول لكم كمان في بنوتة قدت لها جايزة كده لوحدها كده لما لقيتها معلقة لما لقيتها معلقة على الستوري بتاعة الستجرام وقالت أنت كل ما تحطوا رشتين أو أربع رشات يبقى لسه أربعة أيام تلاتة ريشة يبقى تلات أيام اتنين ريشة يبقى يومين قلت لها الله عليك أنت أدركتي الفكرة دي أو لقطيها لوحدك فقدت لها هدية كده لوحدها وأخدت كورس الثقة بسم الله وإن شاء الله هقول هادي التمارين في الآخر خلاص كده التمارين تعمله إزاي بعمقه في الآخر إن شاء الله وهي بتمارين قوي بإذن الله وهتدعيلي عليه وهدي كذا تريك كمان تعملوه عشان موضوع الثقة بس في سؤالين أنا طرحتهم اليومين اللي فاتوا أو مسابقة والمسابقة دي فاز فيها خمسة اللي هي مسابقة الأولى بتاعة الساقة القطرية والمسابقة التانية بتاعة السؤال بتاع هل ينفع قارن ولا لا فخليني أقول إجابة سؤال التاني أقارن هنبدأ بالعميق معايا ونخش في الأعمق يعني خلينا كده إيه ناخد يعني الواحد بيحب الطبيعي نقول له شوي حد يتعمق 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 فخليني الأول نبدأ بدا عميق شوي المقارنات حتى كده دي تسريبة من جوة الدورة وهي مهمة أوي معظم الإجابات اللي جاية كانت منحصرة أنا عادت أقرأ معظمهم معظم الإجابات بتقول مثلا وحد قال لا المقارنة أصلا غلط ده نوع من الجوان وده مش صح السؤال التاني المقارنة لو عشان تحفزني أو تطورني تبقى صح ولو بتضيقني أو عشان أحاسب نفسي وتقلم تبقى غلط يعني ماشي ما أنا فاهم يعني إيه بقى ما هو عقلي عمل مقارنة ودقيقت طب أنا إيه نوع المقارنة إديني إديني معيار كده عشان أعرف نوع المقارنة دي إيه إنتا ديتني النتيجة النتيجة بتاعتها برضو في حد أم قال لأ انتبهوا كده لو أنا بقارن نفسي بغيري غلط لكن لو قارن نفسي بنفسي صح طب سؤال لو أنا النهاردة دلوقتي بقى عندي مرض دلوقتي هو وقارنت نفسي بزمان ما كانش عندي مرض ما أنا هتضيق واتخنق أو ومقارنة نفسي برضو هو هو متضايق ومخنق بتبقى صح ولا غلط أنا دلوقتي مثلا خسرت فلوس وعمل قارن أنا دلوقتي زمان كنت عامل إزاي ودلوقتي عامل إزاي فعمل متضايق وألم شديد عندي والثقة مضروبة هو المقارنة دي برضو ضربة لي الثقة وعمل لي ألم ومسلا كان جسمي رشيق ولخبط في النظام الغذائي ولخبط حياة كتير فجاء بقى عندي كرش وبقى عندي سمنة فلا بقارن نفسي بدأ بداهي واتخنق وقال لي بالك وحد بيقارن نفسه قبل كده كان عنده مشاكل وكان ما عندهش فلوس بقى عنده فلوس فايتغر مقارنة إي يبقى أنا عايزك تقول لي نوع المقارنة عرفني بقى إمتى صح تبقى إمتى تبقى غلط الديني معياري يبقى واضح خلاص في حد برضو قام قيل آه خليني أقول لكو الأخ محمد اللي فاز واللي ادتله ثانية واحدة بسم الله ممتاز محمد 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 أنا عمل أبعض رسائل كتير وادتله الكورسه دية وعايز أقول لكم دخلت عشان أديره الكورسه دية شباب بطلعوا لي الكومنت بتاعه فطلعت اسمه من عندي عشان أبعط له مسيج لقيته بعيت لي مسيج بيقول لي دكتوري يا سعد مساك وكل أوقاتك حتى عشيرتها على السوري لو سمحت بدي أشارك بكرة قصتي مع كورس الاستحقاق في اللايف ده إذا ممكن فأنا هاعتذر له إن إحنا اللايف ده مش هنتكلم عن استفادات من الكورس دي هنعملها بإذن رحمن بعد كده بعد الأجازة ولكن هتصل بك دوقتي دي نبزة سريعة وهبارك لك على اللي انت عملته الإجابة بتاعتك اللي أنا هقولها الآن للناس هي إيه بسم الله فين إجابتك يا محمد باشا أيوة أيل إيه صح نقارن المقارنة الصحية الرائعة هي المقارنة في السباق إلى الجنة دي مقارنة صحية رائعة هي المقارنة في السباق إلى الجنة سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها عرضوها كعرض السماوات والأرض أعدة المنتقين هو مقايد الآية المقارنة الغير صحية أو اللي ممكن تضر هي المقارنة بالتنافس يعني يكون هدفها أنا أفوز والآخر يخسر يخسر وأنا علشان أفوز ممكن أنسف الآخر فده تمام تمشي يا محمد ما شاء الله عليك بكاتب بقى تعليق تالي تكملها عنه وفي المقارنة بالسباق إلى الجنة بكون سعيد لكل اللي بيفوزه بالجنة معايا وكل ما شوف شخص سبقني بتحمس وبتحفز علشان ألحق بي وأسبقه للجنة تاني وهو يسبقني تالت ونفضل نتسابق للجنة بحالة من الاستمتاع والثقة تظل تنمو وتنمو طول الوقت لأنه بكل مرة بنوصل للجنة بنتنعم بالثقة وبنظل نزيد ونزيد محمد أكلمك بعد شوية على رقمك هيجيلك رقم من رقم أمريكا ده أنا هتصليك حالة بعد شوية بس خلينا أول أقول الجواب وبعدين ولا أتصل بمحمد وبعدين ناخد الجواب يلا بسم الله أتصل بك يا محمد وبعدين ناخد الجواب بسم الله وأنا بعدتك أنا سيفته بسم الله الرحمن الرحيم شوف كنا نستعجلين وتنجري حتى قلت أنا عايزة سيف رقمه على الموبايل بحيث أتصل بيه على طول وإحنا في اللايف وبعدين نسيت رقمك فين يا محمد بسم الله بسم الله يا محمد أه لا فين يا جماعة بسم الله لا محمد رقمك ما يطلعش الوقت لا 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 هطلع أبوه إن شاء الله بسم الله أنا مسيفه أه لا أنا سيفته والله طب والله العظيم طب وحيات دي النعمة سيفته أه أه أيوة بسم الله لا نا لا حدث هاي دي زينب دي سارة طيب خليني أخد سؤال على مطلع الجواب بسم الله بسم الله انا بعتلك رقم بيراندو ولا لا محمد ما بعتلك الشرقم كمان طب حلوة طب حد بعت سؤال بيقول ايه محمد لو سمعي لايف افا هو في اللايف محمد في اللايف لا طب محمد بعتلي بسرعة محمد على الانستجرام دلوقتي رقمك عشان انا في زحمة الرسائل رسالتك طيرة من عندي فبعتلي رقمك يا محمد بسرعة على الانستجرام عشان انا دلوقتي مش عارفة الله بسم الله اه خلاص ثانية واحدة اه بسم الله لا يدخلص بسم الله فين فين محمد ابو سنين بسم الله الرحمن الرحيم تساة تساة رندا دلوقتي محمد تحسد لا مين عدش يتحسد ده بالناس الجامدة ما شاء الله حد واخد قالو يا جميل حد واخد كرسي الاستحقاق ويتحسد حبيب يا اخبارك ايه حبيب قلبي بص بقى هولا حاجة انا في لايف الاطلاق دورات ما باخدش لقاءات مع حد عشان بس انا بحافظ على المعلومات اللي علاقة بالكورس وازاي فيدي الناس اكتر وان شاء الله هنعمل لايف تاني باذن الله على الاستفادات من الناس اللي استفادوا من الكورسات هطلع معاك لايف بالتفصيل ان شاء الله بس الديني كده سريع انت شوقتيني اعرف ايه الكورس عامل معاك ايه كورسي الاستحقاق عامل ايه وازاي استحقيت ان انا طلعك من وسط الناس اللي مجاوبوش صح انت متخيل يعني انت استحقيت انك تفوز رغب من الجواب مش اللي انا عايزه شكرا 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 بس جواب حد فاهم يعني جوابك صح كفاهم عارف انت لو اللي بيصحح بيصحح بالوعي اه تنجح جمل بقى شكرا 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 اه ايه طيب انا انت منين الاول روح لماكده فلسيني صح انا محمد انا مشت فلسين اه عم بي 21 سنة الله عليك دايما الفلسينين بيقاليهم كده بيطلحب معي انا مازك كده كل لايف مبدعين ما شاء الله عليك قلت عمرك كم? كنتش مركز معلش عمرك كم? 21 سنة 21 سنة الله كمل ايه الله بس حكي الآن اه مش هحكي الغصة كلها لانه انت حكيت ليا فأحكيها سريعا اه اديني هنت كده سريع ايه اللي حصل كنت ايه و ايه اللي حسن طبعا انا كنت اه اه كان كان عندي قلات كتير وكنت يعني فار معي مشاكل كتير كمان مشاكل في المهد ومشاكل صار صدار الامراض قفيضة اه مش كتير وصار كان كنت ادخن افتتبخين الحمد للنفار في السنة كان دموقف تدخيني مش هرجع له ابدا الله اه وصار معي حاجات في الجامعة اللي انا كنت حنطرت الجامعة نهائية مش مستحيل مفيش نقاش فلما ضبقت التقوى استحقت مخرج نحيت لقى احتفظ الله الله وكمان استحقت كمان انا اخذت قوت الكنة والتفكير بعدين استحقق على طول خبط وخبط كده حبيب عايزك بقى لما تخلص السخة انت هتوت الثخة هاتيه النهاردة اشرب الثخة كده وامل العملي وارجع شوف الكورس تاني وتفرج على هيحصى على الفرق حالي 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 الله عليك اه بعد بعد كده اخدت الاختراق اخدت الاختراق مجال الطاقة وحصل معي شغلة عجيبة انا اخذت من هني جلسة تكتشاف القيم انا عملتها مرتين لحالي وبكل مرة يعني بالمرتين ما بدلاش معي القيم ما بدلاش معي يا تلو متغيرين يعني اه مختلفين حلو بعد ما طبقت كورس التحقاق المليح وارتفع استحققت ارتفاع اللي وعير جاءت علمت الجلسة مرة دا اه هي الزلسة كان مفترة على خمسة واربعين دي فانا عزتت معي وقت اكتر كتير لما عزتها المرة دا كده اصطلعت عشر قيم مش تبعة حلو وهز قيم من كلهم طب سؤال وانت بتطلعهم كان بيغسر حاجات هنا جوه اه بكيت صبر حسيتك عايز تبكي الله عليك حسيتك عايز تبكي او عايز تفرغ مشاعر اه الحبيبي هو دي العلامة يا مارد ايو كده ايو اللي بيدرب بيجيب القيم من جوه بيحصل هنا حاجات حلوة كده الله عليك الله عليك لا وعجبني اكتر انك عادت تعملها لوحدك الله عليك ربني احميك يا رب الحمد لله شكرا بعد كده انا عارفت قيمي بس لسه مش عارف احد بيتراك اللي عمشي في الحقيقة اه وكان الموضوع عن شغف لسه مش عارف شغفه مش عارف شغفتك فعارف قيم اه اللي صار انه اه كنت انا بهذاك كله وقت اه لسه في شوية شوية احكام شوية اه ضيقات اخوة طلبت اني اوقف وقفت الحمد لله وقفت الاحكام ووقفت السيئات ووقفت اه اني اقول على الله زينا الحق اوه امتاز الله عليك وبعد هيك قلت انا حضرت انا حضرت انا حضرت هيك واللغاية ما انا اكتشف الشغفة واكتشف الشغفة حال وبعد اكتشفتها ولا لسه طب ما تقولهاش بقى خليتها شوية كده لقيت ما يطلع مع بعض في اللايف الجاي ماشي شان بس ان الوقت عحبيه معلش اشكرك هاخدك تاني ان شاء الله رب رواقم بالتفصيل كده بقى فيديو حتى كمان نستعد بس ايه بعد الاجازة بقى يعني انا هطلق اجازة شهر ما حاش عارف عني حاجة بعد ما ارجع بقى ان شاء الله انزبط هي ربني احميك يا رب واشكرك والف مبروك وولك معلومة قبل ما تقفل والله ويشهد ربي على اقوله انا كنت بقول يا ريت لو انا في سن عشرين سنة كان حد عرفني المعلومات دي فربنا يحميك يا رب لانا عرفتها وانا في سن اتنين وتعاتين سنة فانت سابقني باتناشر سنة يا محمد سابقني باتناشر سنة بس انا لما بدأت كنت بدور وعمل الف واجي وسافر هنا واخد من هنا ومن هنا ومن هنا هم عندك خلاصة الخبرة كاملة اشرب وانطلق وباذن الله اتوقع لك مستقبل بايا يا رب ربنا يحميك يا رب الله عليك ربنا يا وفاك وعايز اوليكم علومة انا مستغرب لها هسألك علينا في اللاييف الجاي لما اننا نزلت ان انت فزت انا متعملت اسيب اسمك فوق كذا حد بعطلي مبروك وفرحنين لك قوي وقدوني ان كنت بتساعدهم فانا عايز اعرف اش معنى في حاجة كده كذا حد بعط والله بجد محمد فاز ومتنططين وفرحنين فيعني انا استغربت ايه محمد ده يعني شكلك كده كمان عامل نفع فانا هعرف منك كمان لما لما يعني انا توقعت كده انا دخلت حتى الاكاونت بتاعك يعني ايه لقيت حتى يعني حد انا قلت بها حد معروف لقيت حتى كمان حد واضح ان هو يعني شكله عامل نفع كده بس لسه فانعايز ايه اقفها ماكتر فاللايف الجاي ماشي يا حبيبي يلا ان شاء الله الناس الجميلة دي بيخل الواحد كده يعني يحس ان هو بيعمل رسالة كبيرة في الارض وبيحس بحالة كده ان انا ان شاء الله يا رب احاسس بفخر يوم اللقى في الاخر مع الله سبحانه حتى اللي مليه مقولش تعالى لان اكتشفت ان تعالى في القرآن لازم بعدها حاجة تعالى اللي هو عما سفون تعالى عما شكون فتعالى لوحدها مش صح معايا ربنا مش من اسمائي تعالى معايا اه تعالى الله عما يشكون تعالى الله عما يشفون فلازم بعدها شيء فكلمة تعالى كده ما هيش من اسمائي اللي اصلا المهم فانا دايما بيدرب نفسي وعمل اكتشف بقى الحاجات اللي احنا متربيين عليها وازاي اكون اقول على الله الحق اللي هو قيله عن نفسه مش اللي احنا متربيين عليه طيب بسم الله في حد اه كاتب بيقول هو انا لازم اخد كرسات تانية قبل كرس الثقة لا بالعكس الكرس الثقة آآ كرس أساسي وبالتالي ممكن تكون مش واحد حاجة قبله ممكن تدخلها على طول وحتى يمكن لو دخلت على طول انت ماخدش حاجة تفوز تبقى قدامك فرصة انك تفوز ببيئة الكرسات كلها هدية بقى ربنا يعني ما شاء الله تبقى انت استحقاغ علي قوي قوي بجد بسم الله ما شاء الله فمش لازم نكون اخد قبلها حاجة بالعكس ده حتى اللي اخده كرسات قبل كده يفضل ياخده الثقة حتى اللي يظن انه عنده ثقة صدقني هيفرق معك لما تدخل المنظومة هتحس ان الموضوع مش اللي انت بتصوره خالص باذن الله هيفرق معك ويه يا جماعة انت عملت شورو ابعتيه لي ايه اه طيب اه مش ليه متشورو على الاضاءة طيب خلاص لو في حاجة ابعتوه لي على الواتساب فهيفرق معك ولما تخلصه هيفيدك اكتر في الافادة بتاعت باقي الدورة طيب حد بيقول الثقة عندي بتقل جامد لما وقف انجاز ما اريد ده انا متكلم عنه بالتفصيل في الكورس من علامات عدم الثقة ان انا بستمد ثقة من الانجاز ان انا قيمة عالية عندي هي الانجاز قل لي بالله عليك واحد بيستمد الثقة من الفعل اللي هو بيعمله ده منطقي يعني انا كده الثقة عندي فيها مشكلة لما انا بقى اقوم اعمل حاجة والحاجة تتعمل اقوم وستمد الثقة فهاسألك سؤال فكر فيه هو انا بعمله لانا عندي ثقة ولا ببقى مش عندي ثقة ولما عمله يبقى عندي ثقة عشان لما تلاقي التدريبات بتقول لك اعمل حاجة ولما تنجح هتحس بالثقة وبيتكلمه على ثقة مؤقتة ثقة قشرة من برة انا بحب سميها ثقة البوتوكس ثقة النفخ اللي بقى كله نفخ دلوقتي شكلك مش حاله انفخ لا يا حبيبي الثقة ده حاجة من جوة حاجة موجودة يعني بتطلع بمنتهى القوة وهي اللي بتقودك لعمل الحاجات وحاجة مهمة كمان وبتبقى في اعلى حالتها كل مرة تفشل علامة من علامات الثقة الحقيقية التامة انك لما تفشل تزيد اكتر تعمل خطأ تزيد اكتر تبقى طلعة تتفجر اكتر فتخليك تقوم تنجح اعلى ده الثقة اللي بجد الثقة الفيك الكاذبة انك لما يحصل خطأ تحيس انك تهزيت لما يحصل مشكلة تحيس انك تهزيت وترجيت من جوة كده معناها ان الثقة الاعمدة بتاعتها مش اساسية عند اي زلزال تبدأ تتهز بقوة وممكن تتأثر بصورة كبيرة ناخد سؤال كمان انا قلتون باقي باعتولي بسرعة الاسئلة سريعا على اه انا لو بشوف كورس دلوقتي ينفع اشتري كورس الثقة ما انا مش هقولك وقف كورس اللي بتشوفه ولكن اه انا بقوله الاستيعاب والثقة اللي هتقودك لنجاحك في تطبيق اي شيء في الحياة هي الثقة الحاجة اللي هتقودك لنجاح في اي شيء في الحياة هي الثقة فانا ما عمش انت مرتبط بمعاعد معين ولا مرتبط بحاجة معينة مش هقدر اقولك لان دي حاجة خاصة بيك ولكن حتما الثقة هتفيدك لانك تستوعب اعلى وتثق اكتر وتدرك حياة كتير يمكن انا متكلم في الدورة على عارفين ركز معين بعض الناس بيبقى عاوز ياخد الثقة من شيء خارجي او من حاجة بتتعمل او من شكل او من فلوس او من منصب ركز فلأقوله كده وحط القاعدة دي واكتبها في ورقة قدامك اذا كانت الثقة ستقل عندك لما حد ياخد منك الشيء اللي مديك الثقة يبقى الثقة خطأ يبقى الثقة مش مبنية على اساس سليم طب حاجة تانية ده حاجة قاعدة اوه خد القاعدة التانية اذا كان اصلا حد ينفع ياخد منك الشيء اللي انت باني عليه ثقتك فهي اصلا مش ثقة يعني شكل لو ينفع حد يقوم يكب عليك حاجة يشوه لك صورتك فالثقة ضيع يبقى الثقة دي غلط اللي باني ثقته على الشكل دي مش ثقة دي حاجة اشرع من بر لو واحد في منصب واخد منه الثقة وبالتالي بيتكلم بقوة ينفع حد يشيله من المنصب او ينفع مدير فوقي يشيله من المنصب يقوم الثقة تتهز يبقى دي مش ثقة اصلا اذا كان اللي انت باني عليه الثقة حاجة ينفع تتاخد منك واحد ياخدها منك دي مش ثقة عشان كده في الدورة متكلم عن تسعتاشر حاجة التسعتاشر حاجة دي مفيش قوة في الارض ينفع تاخدها منك وهي موجودة جواك وهي اللي بتطلع كل الحاجات التانية كمناصب كفلوس كرزق ككل انواع الرزق وعدم انتباه الناس ليها مضيع لهم الثقة وعدم انتباه الناس لاستخدامها مضيع لهم الثقة وعدم انتباه الناس انها موجودة اصلا يعني ممكن حد يكون سامعين الوقت يقول ايه نعم هو ينفع جيب عندي حاجات محدش يقدر ياخدها مني خالص كونك اصلا مش عارفها ده مشكلة انتب تخيل تخيل بقى يعني مش شايفها يعني انت مش مدرك كنز كبير جواك ده اللي تنابع اصلا بسبب تواجد الثقة وبالتالي لما تفهمه وتدركه مفيش حاجة يسمعها توقفني اصلا ومن علاماته كمان انه ملوش علاقة بالشكل يعني شكلك مش حلو بمنظور الاخرين شكلك حلو بمنظور الاخرين ملوش علاقة ما عندكش ايد ما عندكش رجل ما عندكش عين ما عندكش معرفش ايه شعرك طويل شعرك قصير مجعد مفيش شعر خالص كل ده ملوش علاقة بالتسعتاشر حاجة دي وهي مودة مع كل بشري على وجه الارض وعدم انتباهه ليها هو اللي ضرب له الثقة ومن لخبط له الدنيا وضرب له النجاح وضرب له الوفرة وضرب له السعادة وضرب له الغنى ده متخيل وبالتالي بيبقى في ناس كتير عايشين في الحياة من لخبطة بسبب الكلام ده حد بيقول واللي بيعاني من فرط الثقة يا سلام على السؤال الجميل ركز معايك ده ينفع اقول انا بعاني من فرط الايمان بالله الكلمة دي طبيعية على الودن انا بعاني من فرط الدعاء والاتصال برب العالمين قولي بالله عليك ده منطقي هو اللي متصل برب العالمين بيعاني هو اللي مؤمن وايمانه واصل لدرجات عالية يعاني يعني درجة الايمان العالية لما فرط الايمان هيحصلك زي ما قال سيدنا عيسى مثلا لو كان في قلبي احدكم مثقال حبة من خردل من ايمان ثم امر الجبل ان يتحرك لا تحرك ده فرط الايمان ها هو في القرآن قانا حقا علينا نصر المؤمنين ده ده فرط الايمان اللي ما حصلوش نصر الان لسه عنده مشكلة في الايمان يبقى في حاجة اسمها اعاني من فرط الايمان لا انا جبتك مثال الثقة الحقيقية التامة اللي بجد ينفع حد يكون بيعاني منها لا ولكن بحسب فهمي هقولك حاجة كده بعض الناس بيقعوا فيها ممكن علماء نفسي بيتكلموا عنها انا ما جبتش سريطها في الكورس بس خليني اقولها دهوقتي هنا يا ولو حالات الناس مع الثقة يعني ايه في حد واثق ومعندوش مهارة هو مسمي نفسه واثق انتبه كده ما ينفعش حد واثق ويبقى في مرحلة ان هو الدنيا عنده مش واضحة او المهارة عنده مش واضحة وبالتالي يعمل حاجات بتهور توقع له الدنيا وتخرب له الدنيا ويدخل بقلب جامد وبصدر مفتوح انا واثق اني هنجح انا واثق اني هكسب يدخل المشروع يقوم خسران دي ما اسمه الثقة ده اسمه وهم الثقة من يعاني عنده حاجة بنسميها وهم الثقة لانه داخل مش قاري الداتة صح مش عامل الدراسة صح فبيعاني او واثق في حد معين وانا عندي الثقة مفرطة في نفسي وفي الاخرين واننا ان شاء الله هاخب منهم اللي انا عايزه يوم يتصدم بينهم اتعاملوا معاه عكس ما هو عايز او يبني ثقةه على حاجات معاهم في مشاريع مشاريع تبوز لان هي وهم الثقة فيش حاسمها كده حلو وبالتالي حد واثق وما عندوش مهارة ده مشكلة حد طبعا ما اسمه واثق اللي نقول موهم انه واثق وما عندوش مهارة حد خلي بالك وركز معاك كويسا يا بقى حد ما عندوش ثقة بس عنده مهارة ودول ناس كتير في الارض يا ما ناس عندهم مهارات رائعة ومبدعين وكتاب رائعين فنانين رائعين بس ما عندوش ثقة فتلاقي خجل ومكسوف ومش عارف ينجح ويا ما ناس مجد تكون بتشوفني عندو مهارات كتير جدا 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 ولكن بسعب عدم الثقة مش قادر يتكلم مش قادر يعبر عنها مش قادر يحاولها لفلوس لان ما عندوش ثقة فده موجود حد ما عندوش ثقة بس عندو مهارة خلاص كده الحالة اللي بعد كده وده اسوأ الحالات بقى لا عندو ثقة ولا عندو مهارة وده مشكلة كبيرة ده بقى شخص يعني اللي هما بسميهم الجاهلين بقى في القرآن ربنا قال عنهم وأرض عن جاهلين كلمة جاهل معناها ايه خلي بالك في حاجة لو قلتها تفصيلي كده في حاجة في القرآن اسمها جهالة وحاجة اسمها جاهل جاهل في القرآن سلبية لكن جهالة كلنا عندنا جهالة جهالة معناها ان في معلومة في نطاق ما معرفهاش ليس بي جهالة ولكني رسول من رب العالمين رسول كان بيكلم عن نفسه يا قومي ليس بي جهالة ولكني رسول من رب العالمين خلاص انتبه كده فجهالة معناها لو حد سألني النهاردة وامقيل لي انت ازاي بتطبخ شربة الميسوسوب هقول له ما عرفش ما عرفش انا بحبها وبرشواص ما عرفش بتطبخ ازاي ما عرفهاش خلاص فكده اسميه عندي جهالة لو حد جي سألني امقيل لي طيب انا دلوقتي هدور الطيارة انا عندي طيارة هليكوبتر اهو وعايت ادورها ادورها ازاي نعم ما عرفش والله ما عرف مفتاح ولا بزرار ما عرفش ما جربتاش قبل كده فدي اسمها عندي جهالة فجهالة معناها الشخص عارف انه ما يعرفش وهو ما يعرفش دي اسمها جهالة مش جهل الجهل اللي هو مش عارف وما يعرفش انه ما يعرفش فالتالي داخل كده بيكلم وعن بالله هو اصلا ما يعرفش يعني اللي بيوصع لي بيت حك هديكم مثال في الحتة دي واحد مثلا لو هديكم مثال في الوعي في الرياضيات اتنين ناقص ثلاثة يساوي سلب واحد معروف فكده الدرس الرياضيات عميقة حتى بعد الاعدادية تقيبا او فمعرفش بتدرس الان امتى بس نفترض المراحل قولها في ابتدائي ما بتاخدهاش لك اللي ما بتجبر شوية بتاخدها ففي ابتدائي قول او تانية بتاخد اتنين ناقص واحد ما ينفعش يا حبيبي ليه لان هما صغرين ينفع معك توفحتين اخذ منهم تلاتة ما ينفعش فهو يطلع كده انه ما ينفعش خلاص طيب يرتقي ياخد السلب الموجب فاتنين ناقص ثلاثة يساوي سلب واحد اللي بيتكلم اتنين ناقص ثلاثة بيتكلم وبيشرح ام واحد جاي اتنين ناقص ثلاثة ما ينفع ها 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 الغفاسق الغبي الجهول الجهل فهو اصلا ما يعرفش وما يعرفش انه ما يعرفش ويظن انه عارف كل حاجة زي ناس كتير النهاردة هو لا دارس دين ولا فهم دين وتعملون كده اللي بيطلع يهاجم باسم الدين هو مش دارس دين مفيش شيخ دارس دين بيعمل الكلام ده اصلا ولا بيطلع انتقد الناس دينيا فهو مش دارس وما تعرفش درسته ايه ولا معلومات الدينية عاملة ازاي فهو يجهل بالمعلومة لانه هو عنده حدود في تلقي معلومات ما يعرفش الاعمق فعمال يهاجم وعمال ينتقد وعمال يعمل فهو يجهل وما يعرفش فده بقى ربنا اللي لعنهم ايه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة وارد عن الجاهلين اللي هو ما يعرفش وما يعرفش انه ما يعرفش فده طبيعي دول اسوأ الناس بقى اللي هو ما يعرفش وما يعرفش انه ما يعرفش خلاص الحالة الرائعة اللي هو عنده ثقة بجد وعنده مهارة هنالكلمة كده على اربع حالات الحالة الرابعة عنده ثقة بجد وعنده مهارة وبالتالي تلاقيه بسم الله ما شاء الله ثقة متفجرة والثقة الحقيقية تولد المهارات اكتبوها كده الثقة هي المصدر الاكبر لتوليد المهارات غير الموجودة مسبقا فكل ما الثقة بنت وأسسها هي اللي بتولد مهارات بمنتهى القوة وبتبني لك هذه الحالة الجميلة اللي بتعيشها تود الوقت بمشيئة الله طيب نقول كمان ناخد سؤال كمان بسم الله الرحمن الرحيم ما الفرق بين الثقة بالنفس وحب الذات بسم الله أشكرك يا مخرج بصوا بقى بكر ده بقى يعني الجندي المجهول اللي عامل إبداعات والله مهما تكلم بقى لا تتخيلوها أبو بكر أخوية معايا أبو بكر الصديق اسمه كده مركب له قصة كده ممكن تقول لكم لو عندنا وقت في الآخر قصة جميلة اسمه مركب أبو بكر الصديق عبداللطيف عمار خلاص فحتى الباسبورت بتاعه ناس بتتخنق تلاقي الزباط لبيتخنق اي يا عم كل ده يا عم حتى بالفيز ايه الاسم الاول أبو بكر الصديق فلس نيب ايه يا عم ده المهم فماشاء الله عليه عارفين يعني قالوها زمان خطأ سبع صنايع والبخت ضايع ده سبع صنايع والبخت رائع يعني جرافيك تلاقي منتاج تلاقي صوت تلاقي اخراج تلاقي ماشاء الله عليه بإبداع فيعني أنا سحله معايا من أول ما بدأنا تصوير كل حتة ايده فيها كده مع كل الناس أشكره من القلب حتى كمان بعيتلي مركز اشرب مية فكتاب لي عشانة اشرب مية فلازم أشكره حتى المية يعني ما شاء الله عليه وقالوك ربنا لازقني بناس عسل ربنا يا حميكو يا رب ويبرك فيك يا رب النوع ده من الرزق ما يسويهوش مال الدنيا والله بجد كلكم بلا استثناء ربنا يا حميكو يا رب أنتم رائعون طيب كان السؤال ايه ما الفرق بين الثقة بالنفس وحب الذات بحسب الدراسات النفسية أن حب الذات شق لا يتجزأ عن الأدوات المهمة في أدوات الثقة يعني ما ينفعش حد يبقى واثق وهو أصلا كاره نفسه بس السؤال بقى اسمع كده وفكر معايا وتأمل هو أنت كرهك ولا كاره نفسك شوفها الأخبات كنهار أنت كرهك ولا كاره نفسك فاللي عنده التدريبات اللي بتتعامل على الثقة بتتعامل على أنك تدرب نفسك على حب الذات أقصد تدرب نفسك أنك تحب كل حاجة فيك حب غير مشروط أنا وعدتك هديك تمرين مهمة في الحتة دي في الآخر أي إن كان اللي عندك في الجسد أو كلام ده كله زي تحبه بس هديك تمرين بترك مهمة يفيدك إن شاء الله بس عايزة نقضي في حتة هنا إن الإنسان اللي مش عارف يحب نفسه ويحب صفاته ويتقبل أخطائه ويتقبل الموت في شكله عمره ما هتبقى الثقة مكتملة بس خلي بالك بس ممكن يكون عنده ثقة في إنه يعمل حاجة عزرين فيها الكورس لايف أي لما كان حضوري زمان اتفانى مع الناس كان الكورس كزا يقوم اتفانى مع الناس اليوم الجاي هنيجي بحاجات غريبة ولبس عجيب فاللي جات بدل الشنطة بتاعتها جاي بكيس السود وأنا جيت يوميا لابس عباية قديمة كده كانت قديمة خالص وفيها حيطة مقطوعة والبس تشبش بفردة خضرة وفردة زرقة فانا ونزل من البيت رايح على المكتب فحارس العمارة واقف تحت بصلي كده يا دكتور احمد في حاجة قلت له أهلا لزيك عالي بص كده ولأني مش فرق معه مالك كلم بضحك مع أخبارك فهو شك في نفسه يعني هو شك إن هو اللي غلطان فبص عليه كده وقيت ناشي وبعدين حد كان وراي بصيله قال لأه بيعمل كده هو عارف نها بتاع المنافس فقال له بس الرجل الجنن فظكرتني لما كنا بنعمل الكورس كان بيجي تاني يوم بقى عجايب تلاقي الناس كلها جايين بحاجات واللي لابسة واحدة قلت لانا لابسة كيس الزبالة الاسود جاي بكيس جديد لابسة ومدخلها ديها الاتنين وجاي بيه كده ماشي بيه في الشارع مهم فكاد حاجاتكم دي يعني فنرجحنا لموضعنا فكنت بقول إيه كنت بقول إيه وقطعته بسم الله فينفع إن حد يكون ما بيحبش ذاته ولكن عنده الثقة محدودة في إنه يقدر ينجح في عمل ما وفي ناس لأن الثقة عندهم مش تامة فتلاقيه ظاهر عنده ثقة وهو بيتعامل مع شخص معين يتعامل مع حد تاني تلاقي ثقة مهزوزة وفي حد بيتعامل على الإنترنت بثقة قدام الناس ثقة مهزوزة في حد ممكن يكون في الشغل بكل أنواعه عنده ثقة جبارة ولكن في الجواز عنده مشكلة في التعاون مع صحابه عنده مشكلة في التعاون مع الناس عنده مشكلة فدي كلها مؤشرات إن الثقة مش تامة وده عشان كده بقولوكم إن أعمل لها خمس أعمدة رئيسية لما الأعمدة كلها ترتوي يعني البرنامج العملي تخيل بقى سبع أيام سبع أسابيع ست أسابيع كل أسبوع سبعة أيام فانت عمال تروي اتنين واربعين يوم كاملين بتروي هذه الثقة الحقيقية بالأعمدة بتاعتها بأمثلة كتير وتدريبات كتير يعني الكورس فيه جزء نظري مهمه قوي بوعي جزء عملي هتعمل حاجات وهقولك تعمل حاجات فيزيكة العملية جزء مديتيشن قوي جدا لتأسيس الأعمدة الخمسة هيتعمل بقوة في كذا مديتيشن قوي هيتعمل جوة بحيث بتتغذى من كل اتجاه فعل ونظري ومديتيشن قوي عشان يبقى بيروي من كل اتجاه هنقفل المداخل وهنصقصق الثقة ده كان الثقة الجزء اللي فات السؤال يا ربي الأولاني بتاع الثقة التامة مع الأسئلة هاخد سؤال ونرد ونردها تستعد عشان هنتكلم على الثقة القطرية بعد شوية بسم الله في سؤال بيقول رب العالمين قال عليكم أنفسكم يعني ما تقارن أو نراقب أو نضع أحكام على غيرنا من الناس طيب هو كلمة عليكم عارف لما قولك عليك نفسك يعني أنت مطالب بتطويع نفسك بالتركيز على نفسك بتزكية نفسك بنصح نفسك بحساب نفسك حاسبه أنفسك وقبل أنتو حاسبه بتطوير نفسك بإلزام نفسك بأنك تعمل حاجات معينة وتبدأ ترتقب وتتطور دي عليك نفسك خلاص حتى ما ينفعش تحط حكم على نفسك لأن اللي بيحط حكم على نفسه ييتدمر ييتغر وهيتدمر برضو ففي الاتنين بيتدمر لو حط حكم سلبي هيتدمر ولو حط حكم إيجابي هيتغر ويتدمر فما ينفعش تحط حكم أصلا يعني الناس اللي بتطلع تنتقد دين الناس أو تتكلم على دين الناس أو تصنفهم هو حاطة حكم الناس زي الفل وشايف نفسه من حقه بقى باللي عندي زي الفل لأن أحكم على غيري ده عنده مشكلة كبيرة اتغر بالحالة دي فالنقطة المهمة اللي لازم تعرفها أنك ما ينفعش حتى نفسك تحط حكم عليها لأنك في عندك أخطاء بتعملها في اليوم وعندك حاجات حلوة بتعملها في اليوم طول الوقت هتفضل كده طول ما انت عايش على الأرض اوعى تحط حكم حتى على نفسك بتزود يوميا الأفعال الإيجابية عشان ميزان الأشياء الإيجابية عندك يتوازن ويبقى أعلى من ميزان الأشياء السلبية ولكن هتفضل تعمل ذنوب لغاية لما تموت مفيش مخلوق في الأرض معصوم من الذنوب دورك بقى تلعب في العدد في النسبة نسبة الإيجابيات إلى نسبة السلبيات قد إيه ده دورك بقى تعليها كل شوية وبرضه ما تحطش حكم خلاص؟ لأن اللي بيحطوا حكم من ضمن خليني أقول لكم ترك كده هربطها لكم بحتة الحكم دي من ضمن المصائب اللي اتحطت باسم الدين والدين منها براء إن وهموا بعض الناس إن انت الحكم بتاعك بيتحط بآخر فعل انت عملته ففي بعض الناس موهومة إن فلان ده مات في مكة الله يعني إن شاء الله أبو له بمات في كاليفورنيا مثلا أبو له بمات في مكة في ناس كده ده مات في مكة يب cigar الفل حتى شفتها حتى على زوش الا viene وحكة كتبها اللي بيقولك ده مات في مكة اسم الله عنها بقولها فين يعني مات في كل ألمبور مات في مكة هو كمان فالله نقصده ان ده مات في الحرم ده مات بيصلي هياخد جزاء دي بس الباقي ايه يعني هو خمسمائة الف فعله وعملهم وخمسمائة واحد كان بيصلي ماشي اوكي خد جزاء دي والباقي بقى فبيحطوا حكم من شكل الموت فضيعين ضيعين معنا الكلمة وبالتالي نسيين ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة لأل إمتى ولا قبلها ولا بعدها فبيضيع لأنه حط حكم ايجابي على موقف او حتى بيحلم بعض الناس بيقولك يا رب نسألك الخواتيم الخواتيم الاعمال ومشو اخي بقاله ده معمي ده ممكن يضيع حياته بسبب المعنى الغلط ده المهم فركز معايا في الحتة دي ونبدأ نستعد دلوقتي عشان هتعلق لكم فيديو فيك جواب ولا أقول الأسامي اللي فازه نقول الأسامي اللي فازه وبعدين أقول لكم ده جواب السؤال لأسانو متطورش فيديو الأول جواب السؤال للثقة القطرية وبجد الناس العميقة المتعمقة بسم الله ما شاء الله طلعوا كمية حاجات وقاعدوا يدرسوا ويطلعوا وكلهم ايه بسم الله ما شاء الله مختلفين ومبدعين ولقد طلع من القرآن ويجيب قطر وقطر ومن القطرة أبدعوا ما شاء الله تركزوا معاي كده خلينا أول أقول أسامي اللي فازه بسم الله الرحمن الرحيم آه بسم الله نسرين غيغاي الرقم اتنين واحد اتنين ده شكله مغرب صح كده جماعة آه نسرين غيغاي فازت معنا وهتواصل معاك إن شاء الله بعد إطلاق الكورس عشان تاخدي الكورس هدية ولا الحنان دي تسعة ستة ستة سعودية آه فازت معنا ده رقم في السعودية آه وده رقم ست تسعة ستة أربعة ده ايه تسعة ستة أربعة ده عراق ولا ايه آه عراق دي آه صفد حيدر فازت معنا هي بسم الله ما شاء الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة صح ولا تلاتة تلاتة كده طيب لسه في كمان اتنين بسم الله فين 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 بسم الله وفيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحنان طيب في ناس لسه ما ردوش آه طيب وهم دول التلاتة اللي ردوا في لسه اتنين شكلهم ما ردوش على الانستجرام انا بعتليك كم اميل اللي روند من اللي فازوا بعتليك تلاتة اللي فازوا بس مش خمس صح يبقى لسه فيه اتنين مردوش المهم فيه اتنين لسه مردوش هيفوزوا ايه اله هيفوزوا اه اه ايه بعتولي بس اه اللي انا 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 بعتلكم فويس بصوتي ردوا على الفويس ده باللي انا قلتلكم تعملوه والثقة القطرية الثقة القطرية يا جماعة باختصار اللي حصل في السوشيال ميديا بيبين قد ايه ان انت لما بتحط حكم على حد ايجابي ممكن يضيعك فولو سبت نفسك بالفطرة ممكن الحل يكون طلع جواك بجد ولكن الحكم اللي انت حطه على الشخص ضيعلك الجواب الصحيح ده معناه ناس كتير جواهم وانا متأكد من اللي بقوله ده جواهم الحل صح ولكن حطين حكم على احمد عمارة المتدبر قال لك بس ده يقصد حاجة في القرآن فدخلوا في القرآن وبدأوا يطلعوا وجذر قطرة وقطر وقطر وكذا وهب وبدأوا يطلعوا الاجابات في السكة دي خلاص ده طلعت ليه لو حد مش حاطت عني موضوع ان انا بتدبر في القرآن كان عمره ما يخرجش التلاج ده اصلا خلاص كده ولكن ده حكم انت حطيته طيب حكم تاني حد حطه ان احمد عمارة ده عميق وبالتالي عاوز يجيب الموضوع بقى ايه حاجة هتبقى مفاجأة وعميقة فقعد بقى يحلل ومنكو التحليلات شطحت منه لكن حد قال قطر وقطار حتى كتبت له القطار السريع والقطار الديزل والناس ردت ماشاء الله معايا وحد يقول بقى افقة القطرية جاية من قطرة ومن التقطير ويعني حبة حبة والتعمق بسم الله ومشاء الله انا كنت ميت من الدحك وانا عميقات فرج عليكم وانتو عميقين تجاوبوا بسم الله ومشاء الله عليكم وعلى الابداع كمان يعني حد تاني بقى يقول كاتب ايه هو عاوز ينبه لدولة زي قطر والدولة دي رغم حجمها الصغيرة على الخريطة عملت إنجاز كأس العالم وبالتالي ده نوع من الثقة اسمه الثقة القطرية ومنهم قاعد يكتبوا كتير بقى وان قطر والأجهزة بتاعتها وقالوا لي ان في شركة معمولة في قطر غير بحية اسمها شركة واثق بتشجع الناس على نسيت بس كبير يشجعون الناس على ايه المهم فعضرين بس أنا آسف لأن الحكاية كتير فأنا مش فاكرة وما نمتش كويس فالذكرة عندي جميلة كده ذكرة قصيرة المدى المهم فوالناس أبدعوا أبدعوا مع إن اللي هياخدوا الكورس هيعرف بممتال بساطة إن هي الثقة يلا نشوف الفيديو القطرية دي معناها ايه جاء من قطر يعني الثقة تولدت في قطر وعايشة في قطر يعني عام من قطر هي الفطرية الفطرية فطرية فطرية بس هي الثقة الفطرية وبالتالي حطت نقطة عليها عشان ما تتنسيش وعشان كل اللي شافها على سوشيال ميديا يتحفر في دماغه إن الثقة فطرية مش مكتسبة فعمرك ما هتنسى إن الثقة فطرية فعملت القلشة دي عشان تتحفر في عقلك من النهاردة ايه وعا حد يقول لك إن الثقة مكتسبة لأن عدد كبير جدا من العلماء النفس بيقولوا إنها مكتسبة ومعظم الكتب اللي بتتكلم عن الثقة بتقول إنها مكتسبة وده مش صحيح الثقة فطرية موجودة جواك وبيها إنت عملت أشياء كبيرة من صغرك بيها أنت مشيت لما شفت ناس بيمشوا لأنك عندك ثقة مع إنك عمرك في حياتك ما عملتها ولا تعرف هتنجح فيها ولا لأ وفشلت كذا مرة ووقعت وممكن تكونت خبطت وتعيطت وتعورت بس الثقة الفطرية اللي موجودة جواك خليتك تمشي عشان كده بقول الثقة لما تبقى تامة بتخليك مع الفشل تتحفز وتقوم مع التعوير مع الألم مع الوجع مع الضرر فبتوقفش اللي ما عندهوش ثقة من أول ألم بيسلم من أول خبط أقول ما أسكروا عن سلام عليكم أنا بريق يا بي لأ بتعنده مشكلة في الثقة أو يستنى لما ينجح عشان يبقى عنده ثقة أو لو ما كانش يجربها قبل كده يبقى مقلق الثقة التامة اللي موجودة جواك فطرية فمن النهضة بقى فتكر الثقة القطرية وعرف أن هي نقطة بس زيادة عليها هي الثقة الفطرية واللي هيحضر الدولة إن شاء الله يعرف زي نطلعها لأن كل اللي حصل في حياتك هو حاجات حصلت دفنت هذه الثقة الفطرية فخلتها مش بينة وبالتالي ضاعت وتأثرت فاحنا هنكشفها وهنطلعها بأعمدتها الرئيسية عشان تبقى تامة بإذن الله ودلوقتي آن الأوان علشان نعلن رسميا يا جبل ما يهزك ريح دورة الثقة التامة وهتبقى الآن لما يدوني إشارة هتبقى الآن موجودة على الآن دورة الثقة التامة موجودة على الله عليكم أشكركم 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 شفتوا خضوني إزاي الثقة التامة موجودة الآن على موقع قلقك بيقول لي في حاجة أوه في حاجة ثانية واحدة كده الثقة التامة موجودة الآن على موقع أكاديمية عمارة تستطيع الآن أن تستمتع بيها وبالبرنامج العملي بتاعها وتهيش حياتك بمنتهى الروعة نيجي لتمرد حاجات عملية بقى علشان تعملها لو أنت عندك مشكلة ما في جسدك أنت مش متقبلها ومش عارف تتعامل معها لو قلنا لو قلنا مثال كده بسيط أن أنت هتقلف قصة والقصة دي أنت عاوز تخلي الناس يستفيدوا منها تنفعهم بيها حلو؟ والقصة دي الثقة أنا عدت الثين الثين قلب الثين مني في الكرسي كذا مرة المهم والقصة دي عايز يقف فيها ساسبينس وفيها إثارة تشويق تشويق واو خلاص تبين في الآخر أن الشخص ده رغم الحاجة دي قدر يعمل ده يبقى فيها حاجتين أهو القصة مبنية على حاجتين الشخص ده رغم الحاجة دي قدر يعمل ده دي ده دي ده ما تنساش دي وده الشخص ده رغم الحاجة دي قدر يعمل ده يبقى ده دي ده بسينا عاديين دي وده وإنت بتقلف قصة أنا ما قلت لكش بقى دي ايه يلا حطي لي قصة مبنية على الاتنين دول رغم دي قدر يعمل ده وكل ما تبقى قصتك قوية هدفعلك مبلغ كبير ده عامل ده الوقتي ركز معايا فيه وهديك أفكار بعض الناس ممكن يعملوا ايه وعايزك تروح أنا ازاي مفتوح ده آه معلش لا ده مقفول اللارتوب صحيح طيب هديك أفكار عشان تعمل ده بروآن وحدي هم قايل لي آه دي وده أنا هقل لي في قصة ازاي رغم الحالة المادية دي والديون دي قدر يعمل ده إنه هو يبقى غني ومليونير بل ملياردير وعنده نجاحات مادية كبيرة حد ممكن يقول لا خلاص أنا مش همشيها في كده أنا همشيها في إن دي هتكلم فيها عن شكل جسم عن ملامح وش خلاص كده في الله عن ملامح وش اوتوماتيك هيبقى إيه ده إيه هتلاقي القصة بتتبني في عالك هوا رغم دي إن ملامح وشها مش بلاس اللي بيسموه جميل اتجوزت أجمل شاب في المدينة خلاص دي ده الفكرة كلها قائمة على دي ده حلو كده لما تكتب القصة عايزك تاخد وقتك فيها وأبدع في القصة وحبش القصة حبش معناها إيه زبطها عارف التحبيش لما حد يعمل سندويتش كده ويحبش وبالتحبيش بقى ويحط كذا ويحط كذا ويحط كذا فتبقى القصة متحبشة هتلاقي نفسك طبيعي لأنها فطرة موجودة جوانا عمال تبالغ في سوق دي وتبالغ في كبر حجم ده هعيد تاني هتبالغ في سوق دي ومدى مساويقها وتضخم في سوق في إنها حاجات سيئة كتير وحاجات ملاخبطة كتير وهتبالغ في ده عشان تبقى القصة واهو حلو ده ملخص الحياة انت مخلوق علشان رغم أنف دي تعمل ده ومن دي تعرف ده ركز معايا التمرين ده مش موجود في الدورة فيها تمرين تانية انتبه اللي انت هتكتبه من قصة ده ملخص قصة حياة كل إنسان اللي فيه ملايين ماتوا من غير ما يعرفوها ملخص حياتك كلها يا إنسان أي إن كان لونك، أي إن كان طولك، أي إن كان عرضك، أي إن كان حجمك، أي إن كان شكل شعرك، شكل عنيك، شكل جسدك، بيتك، حياتك المادية، جنسيتك، أسرتك، أسرتك، مختصر حياتك كلها في دي وده من دي تقدر تعرف ده وعشان ده انت خدت دي يلا يا سيدي تخيل بقى قبل ما ننزل للأرض أنا عندي قناعة من ضمن القناعات إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا في أول صورة في سورة آدم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ فهركز معاي كده انتبه كده عندي قناعة ان كلنا شفنا حجم اللي نقدر نعمله والثقة كانت عندنا أتم من التامة شفنا دي وان احنا جايين للأرض علشان نسعى لتحقيق دي فنعيش في جنة هنا ونكملها في الأخرة بمشيئة اللي عم فبحجم دي كل حد بحجم ده كل حد اختار دي يا رب أنا عايزة انزل كذا يا رب أنا عايزة انزل كذا يا رب أنا عايزة انزل كذا حلو؟ دي نظرية رأي مش عايزة تاخده التحور بس عايزة تاخده هيدي لك تصور كم من الشرط انك لما هتنزل هتنسى ولما هتنسى هيجي شيء اسمه الذكر لأن الذكر عكس النسيان وبالتالي الذكر هيبقى له أهل الأهل دول هما أهل الذكر فأهل الذكر هو حد تذكر وأدرك القدرات وأدرك المهارات وعمل النتيجة فانت شايفه في النتيجة اللي انت عايزها إذن هو تذكر مش هيبتكر حاجة من عنده كله معلوم قبل كده أصلا كله معروف أصلا هو لأن كله معلوم وكله معروف هي اسمها معلومة هي اسمها معلومة عشان كده اللي نفسيته نقية ممكن بيسمع كلام يحس أنه بيخاطب الفطرة أنا حاسس أن أنا أعرف الكلام ده قبل كده أنا حاس أن أيوة لأنه بتخاطب اللي جوه اللي انت نسيه عشان كده دايما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعشان كده الأوامر اللي جات للأنبياء والرسل وذكر ولا فذكر بسم الله تأكدوا شايفة معرفوني إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الأصل التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالذكرى أنك تتذكر أشياء تتذكر أصلك تتذكر الإمكانيات تتذكر أن كل ده منظومة لخدمتك منظومة لفيدتك فنبدل ما أقول أنما أنت أبلها بقى فاوة لواة إنما أنت مذكر إلا أبلها بقى فذكر إنما أنت مذكر هي تاقيما فاة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بسم الله أنا أطلع هنا أسرع بسم الله يلا نشوف مين الأسرع بسم الله فذكر خلاص صورة الغاشية أي واحد وعشرين فذكر إنما أنت مذكر أصرع منكم بالله العظيم شوفوا الواحد واخد عليها الشيء دايما إيه اللي عايش مع القرآن دايما بسم الله بسم الله مش أنت واش أعزي والله بسم الله كنتوا أعطيها حاجة تاعم ولدك بس أنا جايب أبليكيشن سريع تعطيك على طول ما يتقولش معي بسم الله كنت أقول إيه آه فكلما الإنسان تذكر كلما أدرك وقدر يوصل للصورة فلو أنا النهاردة عندي مناخير كبيرة في عندي حاجتين بل همش ثالث الثقة تضرب عندي والضيع وتبقى ضيعة وأقول مش عجباني وعايز أعمل تمارين إن أنا أحبها هقولك أقف قدام المرايا وقول بحبك يا مناخيري يا جميل يا مناخيري الله أنا بحبك قوي إيه الحلوة دي فيه ناس بيعملوا كده وأقب الشرك إنها تبقى قشور لكن لو أنا قلت لك من الأساس من غير ما تقعد تعمل تمارين حب وتقبل شوف بقى البزرة هتطلع الثقة الوحدة في الحتة دي لو أنا قمت أقيل لك معلش تقبل مني الكلمة دي ها ولا يا ولا حتى لو بنت أبت الكبار أنا بكلم الصغرين ها حتى الكبار يزعل المؤمن حبيبي المناخير الكبيرة دي هي حاجة مهمة مفيدة لمرحلة كبيرة في حياتك دور إيه هي وعشان توصل لدي انت خدت المناخير دي وعشان توصل لدي انت خدت لول البشرة دي وعشان توصل لده انت خدت عشان توصل قل ايه في حاجة هنا خلط بامية بسم الله شايفين بيرعوا البغستيج بغستيجي 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 بسم الله فعشان توصل لده انت خدت دي يلا دي وده انا هحب تسميها كده نظرية دي وده دي نظريتي جربت طبعا معناش كده في كلاسات عامية انت تجي بيرعوي نظرية دي وده قعد بس ولا تقعد تحبها ولا تتقبلها ولا تمرين تقبل ولا تمرين حياد قعد لمدة اسبوع تأمل كل اللي مكتوب مكتوب لي ومكتوب لي عشان يفدني في الرحلة اللي انا فيها ويوصلني لاعلى درجات اقدر اوصلها في جنة الدنيا علشان اختم بيها وادخل بيها اول درجة من درجة الجنة انا عندي قناعة متأصلة مؤمن بيها بقوة ان اول درجة هتدخلها في الجنة في الاخرة هي مبنية على اخر درجة هتوصل فيها في جنة الدنيا للي شغال صح لللواعي الذكر اللي ربنا منزله يعيش الناس في جنة وعشان كده ربنا قال سارعوا سارعوا معناها ممكن تلحق بسرعة دلوقتي سارعوا الى مغفرة وجنة عرضها جاي من المعروض عارف المعرض عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين العرض بتاعها ولا موجود قدامنا الان ده احد المعاني مش عرضها خدوها كده يعني السماوات والارض اصلا كطول وعرض ولا حاجة اساسا بالنسبة للكون اللي ربنا خلقه وبالتالي في الاخرة هي اعلى من اليوم مرة وهنا ربنا بيتكلم على العرض اللي حاصل ابامنا دلوقتي في السماوات والارض في ناس النهاردة اشتغلوا بالعلم مش ربنا قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات من درجات الوصول في الدنيا كالو اعتبرنا المال والنعيم المال والرزق احد الحاجات من نعيم جنة الدنيا في ناس بياخدوه بس عايشين جحيم انا بكلم بقى عن نعيم اللي اخدوه فازو ففي ناس قدروا يوصلوا ان هما يجيبوا حاجات ندرة من كواكب مختلفة ويمكن ده اللي ما حدش بيهلنا عنه الصراع اللي حاصل ما بين الدول لاكتشاف الكواكب والنجوم ان هما بيكتشفوا اشياء مذهلة في كواكب تانية والاجهزة عندهم شغالة والحفريات شغالة والتنقيب شغالة وما حدش يعرف حاجة من الدول اللي عايشين في البطاطس وبيجيبوا اشياء مذهلة وبيدرسوها وبيكتشفوا حاجات مهولة وحاجات خصائص مش موجودة هنا بفوايد رهيبة وبتتبع بملايين ما حدش يعرف عنها حاجة لانه قدر يعيش الجنة دي ويدرك الثمار بتاعتها ويدرك الفوايد بتاعتها لانه عمل بانه درس واخد علم اللي مش مدرك بقى الوعي بتاع الاخرة والدنيا هياخد النعيم هنا والله اعلم حسابه في الاخر على ربنا او هياخد الرزق هنا بلاش اقول نعيم لان اللي فاهم المنظومة الكاملة بتاعت الدنيا والاخرة هو اللي بيعيش نعيم بجد في ناس معاهم فلوس النعيم هو الاستمتاع بالرزق الجحيم هو العذاب بالرزق في ناس عندهم رزق كتير وعايشين جحيم فانا مهم اكون مدرك ده وبالتالي لما اكون شايف الصورة كاملة هبدأ من النهاردة اسأل نفسي بس سؤال كل شوية هتأمل كده الحاجة اللي مش عجباني واقول ربي قال لي انه خلقني في احسن تقويم هقولكم منظور لها قد تكون اول مرة تسمعوا دلوقتي واول مرة طلعوا فيه حاجة على الانترنت خلاص من وجهة نظري احسن تقويم مع ان في حد بيتولد جسمه مش بالمعنى الناس مفسرها على الاية جسمه مش مظبوط في حد بيتولد مش كامل اعضاء نقصة بس الاية ماشي عليه لان ده احسن تقويم لده ده هتوصله لده فاحسن تقويم يوصلك للجنة دي هو التقويم اللي انت نزلت بيه ده لونه شعره تفاصيله ايا كان ده التقويم اللي يوصلك لده ده احسن تقويم لدي كونك بقى ناسي الحتة دي هتتجنن وهتعط طول حياتك تحارب دي فمش هتوصل لده بس يا سيدي دورك كمان بقى انك تبقى مدرك ان الشخص الوحيد اللي هيقدر يدرك علاقة دي بدا هو انت مفيش غيرك اللي هيساعدوك هيدو لك كشفات هيدو لك الهامات بس انت اللي لازم تسعى لان احنا اللي جيرين الارض عشان نسعى فانت لازم تسعى لان تسعى ونص بيقفلوا المهم وها بيقيت الكرسي دخلت بص خلاني هالسعى خلاص انا بقيت شارب دماغ دماغ طووس المهم فانت انت انت جاي الارض علشان تسعى وعشان كده ربنا قال لنا وقال ليس للانسان الا ما سعى انا بقول لك هو اترك بسيط مجرد سعيك لادراك الفايدة والحاجة المذهلة في دي اللي هتوصلك لده بعد اربعة ايام معتش هيبقى فارق معاك الناس لوحدها كده وما تسأليش ازاي بس تبقى شغال بصدق بايمان مش بشك يعني انت ممكن تدخل كده بجد هو يعني دي مش هتوارف تاخد حاجة لكن لما تكون مصدق عشان كده بقول للايمان ركن رئيس بيفجر الثقة التامة الحقيقية لما تكون مصدق ان ده احسن تقويم هيوصلك لدي والتركف ده يبقى لازم اكون وعيه هتلاقي لسك لوحدك وانت عمل تدور طب يا ترى ايه طب يا ترى ازاي طب يا ترى كزا ده الوحده هيعمل الحياد وهيعمل التقبل وهيعمل حالة من الشغف وهيخل دماغة شغلة بإلهامات والموضوع هيبقى بيبني حاجة في اللاوعي كده ما تسألنيش ازاي نون لينير اللي خده الاستحقاق بقى او اللي شافه فيلات الاستحقاق الثلاثة على اليوتيوب اللي كان الاستحقاق الحقيقي كان بعنوان على ما اذكر الاستحقاق الحقيقي واهم الاستحقاق كانوا ثلاث فايلات ثلاث لايفات واربعد هيعمل اجازة لما كنا مسجلهم في اجازة فاللي مدرك ده هو اللي هيبقى بطبيعي نون لينير بيفجر جزء مهم من الثقة جواه بتنمو كده وهيلاقي نفسه بعد فترة بسيطة ايه ده انا الموضوع ما عادش شغلني ما عادش مضيقني ما عادش مأثر فيه اهو الثقة نمت في الحتة دي يا باشا لما اشتغلت عليها كده لما قاعد كده عملت فكر يا ترى دي هتوصلني لده ازاي بس عمرك ما هتعرفها بوعي لما تعمل القصة الاول وكتب قصة اخد القصة اللي بتاك في الاول يلا قلت قصة عايزك تبهر الناس وتكون واو وتخيل ان فيها حد هيديك فيها مليون دولار يلا تخيل كده مليون دولار محطين على التربيزة كده انك تعمل قصة شيقة هناخدها ننتجها فيلم بس عايزك تحطيلي دي حد كان عنده دي وصل لده ابداعك في كتابة القصة هينميلك مهارات في ان دي اللي عندك اللي انت مش عكبك طول عمرك مرتبطة بده وانت مش واخد بالك تخيل بقى كم مليون بني آدم ما خدش باله حتى من المعلومة دي فعايش بيحارب دي طول عمره وهي المفتاح اللي يوصلوا لده شفت بقى فعشان كده الثقة ما لهاش علاقة بشكل ما لهاش علاقة يعني ولا بفلوس ولا بمنصب وانما هي اللي بتجيب الفلوس والمنصب والنجاحات وكل حاجة تقدر عليها او ينفع تحققها كبشري وبإذن الرحمن يعني انا متأكد عندي قناعة كده يا رب اللي حققها يبعث لي يقول لي ان الكورس ده هيكون لبنة أساسية في انك تعمل نجاحات متعملتش قبل كده احنا ياما بنجيب قصص من الغرب وياما بنجيب قصص مبهرة لانهما كانوا سابقين بالتطور وبالعلم وبأنواع معينة بالثقة بس مش كاملة تخيل بقى لو انت عاملها كاملة ممكن توصل لإيه فلو انت حققت حاجات قوية ابعث لي عشان بإذن الرحمن تلهم غيرك لما نطلع نتكلم عنها ان شاء الله تفاصيل كتير بقى عن الدورة بمحاورها انا متكلم يعني انا عامل الفايل بتاع المقدمة فايل متول كام ديها يا جماعة فاكرين فايل مقدمة اه فايل مقدمة سبعتاش ديها كاملة بالتفاصيل نقاط 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 اللي انت هتاخده في الدورة بالزبط ويالي هتحصل عليه لما تخلص وفتحين كمان فايل تاني السمات سمات سمات الشخص غير الواثق فتحين اول فايل اللي هو تايما عشر صفات صح اه عشر صفات بالشرح بتاعهم فتحين لهم اول فايل فاكرين المقدمة تقريبا يعني بسم الله فهتلاقي التفاصيل اللي انت عايزها اللي عايزة التفاصيل عن الدورة هتلاقيها موجودة بإذن الله في هذا الفايل طيب اه بفكركم تاني احنا عاملين سحب السحب نص ساعة اه حوالي نص ساعة خمسة وتلاتين دقيقة طيب يوم اتناشر مساء توقيت القاهرة اربعة اغسطس هنوقف السحب السحب على ايه اللي اشتركوا في دورة ثقة هيتعامل سحب ان شاء الله هنختار خمسة منهم هنعلنهم بقى يوم خمسة في اللايف توزيع الجوائز الخمسة دول هياخدوا لايف تايم اكسس اه يعني ايش نعم يوم ستة يوم خمسة انا قلت يوم اتناشر سحب هيقف يوم كم سحب هيقف يوم كم سحب هيقف حبيبي اه انا اسف السحب هيقف يوم اربعة اوجست الساعة اتناشر مساء القاهرة اتناشر مساء القاهرة يوم اربعة ويوم خمسة بقى يعني الشاب بقى يوم باتناشر هيوقفوا ويبدأوا يجمعوا ويطلعوا الداتا علشان نختار نعمل سحب على خمسة يوم خمسة خمسة وخمينة خمسة خمسة في ناس اه ففي ناس الموضوع الخمسة ده اشغل لهم الجايزة اعتبقى ايه اشتراك دائم مدى الحياة على كل كورسات الاكاديمية اللي فاتت واللي جاية ان شاء الله والفترة الجاية كمان انا يعني خلاص الفترة اللي قعدت فيها من انتخ كده وانشغلت شوية عنك وبترجع بقوة في حاجات متأخرة خلاص شغالها الايام الجاي نزل سريعا ان شاء الله في عندي حاجات كتير متأخرة وخلاصها سريعا شعب الاستحقاق الحمد لله ان شاء الله بعد بكرة بالكتير هيبدأ الحاجات تنزل الحاجات اللي كانت برضو في الاستحقاق في حاجات كتير كنت معطلها بس اللي انا اقصده ان الجاي بقى هيبقى فيه كورسات اسرع الفترة اللي فاتت او السنوات اللي فاتت كنت بطلع كورس بمعدل كل سنة كورس المرة دي يمكن خدنا 16 شهر ما طلعناش كورس جديد في الاكاديمية لكن الفترة الجاي هيبقى فيه كورسات بإيضا رحمن سريعة ووقت اسرع كمان بكده هيبقى حاجات متنوعة اكتر واكتر واكتر فاللي هياخد الجايزة دي الخمسة اللي نختارهم هياخد يعني اشتراك مدى الحياة على كل الكورسات الماضية والقادمة بمشيئة الله طيب بسم الله في اي تاني كده جوابت على كله وقلنا القطرية وقلنا الفطرية وقلنا المقارنة والتمرين اللي في الاخر قلته ازاي تعمل ايه وتعملون هي او دي وده ازاي تبدأ تعملو هتلاقي نفسك بدأت بسهولة طبيعي فطريا لما نسفت الجزر صح فطريا هتبدأ تتقبل الحاجة اللي انت شاغل دماغك بيها ومش عاجبك وضرب لك الثقة خلاص بعد كده بقى لما تعمل التمرين ده وتقعد بقى الدام المراية ولا تبدأ تحط توكيدات لتقبلها هتجيب نتائج أسرع لان حطيت الأساس صح وبتحط بقى الرتوش والتجميلات لكن دي من غير ده هتلاقي هشة وترجع وتطلع وتتضبط في حتة وحتة تانية لأ وتلاقي الموضوع باز منك وانت مش واخد بالك بسم الله في ايه تاني كنت عايز اتكلم عليه طيب خليني اقول اني كنت كاتب نقاط كده واخد بسم الله في ان شاء الله رحمن عشان كمان تفيدوا الناس أكتر وعايز اعرف مدى استفادتك من اللايف ده هنزل بوست بعد اللايف على انستجرام وعلى الفيسبوك عايزك تقول ايه اكتر حاجة نورت في ذهنك وهكتبلوكو كلمة في البوست كده يعني ايه اكتر ريشة انا خلاص الناس كذا حد بعيتلي صور على انستجرام اللي بعيتلي من مول شايف طاوص واللي بقيت بشوف طاوص كل شوية وكل شوية صور طاوص ولا بدوا يرسلموا طاوص ما شاء الله فانا هجننكم بالطاوص ده لان الطاوص علامة للثقة الرائعة وهو اصلا في حضارات كتير قديمة كان جمز للثقة فقل لي بقى اكتر ريشة نورت في دماغك من اللايف اللي انت حضرته ده يا رب يجعل كل ايامكم جنات ونعيم اكتفي بهذا القدر لان انا كي يعني استهلكت صوتي الايام اللي فاتت كتير عايز اخد راحة كده اللي كانت جايين علشان نطلع لايف الجاي بإذن الله يا رب الدورة تكون بالنفع على الجميع يا رب اللي قلناه كده يكون ملهم ويفيد الناس اكتر يا رب يقدرني اقدر افتكو اكتر واكتر بإذن الله واراكم بكل خير في لايفات كثيرة قادمة معالف سلامة